السلام عليكم ازايكم يا شباب يارب تكونوا جميعا بخير وفي احسن حال النهاردة ان شاء الله هنتدي نتكلم مع بعض على الكتشر ايت من الكورس بتاعنا يمكن في الكتشر دي هنتدي نتكلم على مجموعة جديدة من الناتشر البرودكس اسمها البيتر برينسبلز تعالوا نشوف المحاضرة بتاعتنا هتمشي ازاي يمكن في المحاضرة النهاردة هنبتدي الاول نتكلم على انترو دكشن عن البيتر برينسبلز نفهم الاول يعني ايه الكلمة دي وبالتالي حيب عندنا ديفينيشن للكلمة دي عبارة عن ايه الجنرال الكاركترز بتاعتها ازاي نعملها بنقسم البيتر برينسبلز دي ازاي وبعد احن نبتدي نتكلم على بتوع البيتر برينسبلز او سعاد بنقول عليهم البيترز زي ما حنشوف كمان شوية اللي هما التيربينويد والننتيربينويد ايه بيترز ونبتدي ناخد امثلة المهمة قوي في الماركت على المجموعتين اللي موجودين عندنا من البيتر برينسبلز تعالوا نبتدي الاول نتكلم مع بعض على انتروداكشن عن المجموعة دي يمكن اول حاجة نبتدي بيها المحاضرة بتاعتنا هو ديفينيشن او يعني ايه كلمة بيتر برينسبلز بيتر برينسبلز هي مجموعة من الناتشرال برودكس يبقى احنا خلينا نتفقين ان هي عبارة عن حاجات ناتشرال طبعا هنشوف واحنا ماشيين امثلة لبعض السمي ثانثاتيك بردو دريفاتيفز اللي بتيجي من المجموعة دي ولكن في الاساس المجموعة دي المفروض انها تكون طب الناتشرال برودكس دول ايه اللي بيميزهم المجموعة دي بنقول عليها هيتيروجينس هيتيروجينس او نون هوموجينس خليني اكتبلكو بعض كلمة تانية كلمة تانية اللي هي كلمة هيتيروجينس تمام او نون هوموجينس جروب يعني مجموعة غير متجنسة او مجموعة فيها تباين كبير جدا في الكامستري بتاعتها وده نقطة مهمة قوي ان فيها تباين كبير في الكامستري فيه اختلافات كبيرة في الكامستري والاختلافات في الكامستري دي على طول تعمل لك اختلافات كبيرة في الفرماكولوجيكال اكشن على طول وانت مغمط كده طالما فيه اختلاف في الكامستري يبقى فيه اختلاف في الفرماكولوجيكال اكشن ولكن حنشوف حاجة م... ايه لازم طالما حطناهم مع بعض يبقى فيه حاجات common characters او general characters موجودة فيهم كلهم زي ما حنشوف في السلايدز اللي جاي هنا انا ملخص لكم بعض الحاجات الحاجة الأساسية اللي موجودة ما بينهم هي البيتر تيست فيبقى أول حاجة موجودة عندنا هي البيتر تيست عشان كده سميناهم بيتر برينسبلس يبقى ليهم طعم مر والحاجة التانية ان هما مش الكالويد ولا جلايكوسايدز اتفقنا ان احنا الترمي ده ان شاء الله هناخد مع بعض الجلايكوسايدز قدام شوية في الكورس والترمي الجاي ان شاء الله هتاخدوا الالكالويدز فحتلاقوا ان المجموعتين دول في حاجات بتميزهم الجلايكوسايدز مثلا لازم يكون عندهم شوجر بورت ونان شوجر بورت والاتنين دول مسكين مع بعض اكيد اخدتوا الكلام ده قبل كده مسكين مع بعض بجلايكوسايدك لينكتش فدايما الجلايكوسايدز هتلاقيها عبارة عن شوجر بلاس نان شوجر الاتنين مسكين مع بعض في ايه في مركب واحد الالكالويدز لازم هتلاقي فيها نايتروجين نايتروجينس كومباونز لازم هتلاقي فيها نايتروجين وبالتالي هي ولا كده ولا كده فده التعريف بتاعها، ما نقدرش نحط تعريف ثابت قوي لأن هي من ناحية الكامستري وبالتالي كل اللي نقدر نقوله أنها لديها وهي ولا الكالويتز ولا جلايكوسايتز تعالوا نبتدي نتكلم أكثر في حتة المجموعة المجموعة دي زي ما شرحنا بتبقى كتير منها بتبقى ما بتبقاش من أنيمالز أوليه القوي لما تلاقي من المجموعة دي حاجة جاية من أنيمال أورجن الحاجة الثانية الكامستري بتاعتها أوليه القوي لما بيكون فيها نايتروشن عشو كده احنا قلنا لو هي نايتروشن غالباً هتكون ألكالويدز لأن معظم مش هنقول كل بس معظم النايتروشنس كومباونز اللي بتبقى موجودة في البلانس بتكون ألكالويدز زي ما حنشوف بعدين فبالتالي هي مفهاش نايتروشن عشو كده احنا قلنا في الإسلايد اللي فاتت إنها مش ألكالويدز فرييرلي بيكون فيها نايتروشن لما الأساس فيها أنها أورجاني كومباونز عادية عندها كاربون عندها هيدروجن عندها إيه عندها أكسوجن يبقى الثلاث حاجات دول هنلاقيهم موجودين زي فكرة الكربوهايدريتز زي فكرة الكربوهايدريتز بالضبط ولكن طبعاً مفيش الجنرال فورمولا اللي احنا بنشوفها في الكربوهايدريتز اللي كنا تكلمنا عليها قبل كده وزي ما قلّت للك ررلي عندها نايتروشن يبقى نايتروشن أليل جداً عشان كده احنا قلنا أنها ناوت الكالويدز تمام لأنها لو كانت الكالويد تحت حته في مختلف مكتش ستتحط هنا طبعاً موجودة في بعض الفاملز يعني مشهورة قوى في بعض الفاملز زي الكومبازيتز زي ، لابيتي الفاميلية بتاعت المنتاة والثايم اللي هي الفاميلية بتاعت الأنايس والله منو عليها الأستريسي الفاميلية بتاعت الأنايس والفانل والكلام ده تمام؟ يبقى هي مشهورة جدا في بعض الإيه الفاميليز ده مثال مثلا هنا على بيتر برينسبل مركب من المجموعة دي تمام؟ هتلاحظوا أن الكاميستري بتاعته كلها مفاش نايتروجين خالص كلها عبارة عن كاربون هايدروجين أكسوجين مش هتلاقي فيها أكتر من كده ومفيش بقى جانة للفورمولة معينة زي الكاربوهايدريتس مثلا تمام؟ عشان كده بنوعها أنها هيتيروجينس جدا الكاميستري بتاعت المركبات مختلفة جدا عن بعض بس الحاجة الكمون بينهم أن كلهم عندهم سترونج بيتر إيه بيتر تيست ومش ألكالويد ولا جلايكوسات النقطة الثانية وده اللي أنا أقول لكم هنا بلخصتكم الكلام أن البيتر برينسبل عندها انتنس لبيتر تيست وبالتالي كانت زمان كل الاستخدامات بتاعتها في الليكويد ميديكيشنز ترديشنال يوز يعني بنقول عليه في الشينيز ميديسن وفي الانديان ميديسن وحتى عند قدومة المصريين في حتة عملية الابيطايت ستيميوليشن يبقى أبيطايت ستيميلينت يعني فواتح شهية تمام؟ كنا بنستخدمها ليكويد كده تتشرب من الاكستراكس بتاعت النباتات دي ونستخدمها كأبيطايت ستيميلينت أو حاجات بتفتح الشهية عشان كده دايما كان بتتعطى بفور ميلز يعني قبل الايه؟ قبل الوجبات خلاص؟ فده نقطة مهمة جدا وكان وعشان كده برضو كنا بندخلها في حاجات اسمها تونيك فرميليشنز اللي هي المقويات اللي هي بتفتح الشهية وبالتالي بتخلي الايه؟ البيشن يأكل أكتر طب ايه فكرة برضو فواتح الشهية؟ شمعنى خلينا نقول ان طالما التاست بيتر قوي ان تاست كده فده طبعا هيعمل استيميوليشن للتاست باطس الموجودة في الطنج وبالتالي وطبعا البيشن بيأخذ الحاجات دي أورالي وبالتالي هيعمل استيميوليشن للتاست باطس فده على طول اوتوماتيك بيعمل فيه دايما كونكشن كده ما بين التاست باطس الموجودة في الطنج ما بين الستومك والجاستريك جوسيس فعلى طول بيعمل رفلاكس ميكانيزم كده ويزود الجاستريك سيكريشنز زيادة الجاستريك سيكريشنز دي بتخلي البيشن يحس بالجوع وبالتالي يبقى عنده او الشهية بتاعته تبقى مفتوحة اكتر ويبقى عنده ويمكن الحكاية دي مشهورة او يمكن كنتوا اخدتوها قبل كده او سمعتوا المصطلح قبل كده ده مصطلح البيتر استوماشيكس تمام؟ البيتر استوماشيكس دي مشهورة جدا كلها بتبقى غالبا حاجات من البيتر برينسبلز تمام من المركبات دي هي المسؤولة على عملية الاستيميوليشن بتاعت جاستريك سيكريشنز عن طريق الاستيميوليشن الاساسي بتاعت تاست باطس فاهمين قصدي فبالتالي على طول بيبقى فيه كونكشن بين الاتنين يحصل زيادة في الجاستريك سيكريشنز البيتر يحس ان هو جعن وبالتالي الابيتر بتاعته تبقى افضل عشان كده بتنفع قوي في حالات اللي هي اللي فيها بنوعها انوريكزيا انوريكزيا يعني فقدان الشهية فبالتالي يبتنفع قوي في حالات دي بشكل ايه؟ بشكل كبير ده كانت تراديشنال يوز بتاعها والغاية دلوقتي بتستخدم في الاستخدام ده ولكن لقينا ان المجموعة دي بيبقى عندها بياند فكرة ان انا استخدمها كابيتر استيميوليت يعني فكرة ابيتر استيميوليت مش حاجة وحشة المركبات دي عدت مرحلة الابيتر استيميوليت كتير ودخلت فيه قصص اهم بكتير في الديزيززز مختلفة فتعالوا نشوف مع بعض هنا زي ما زي ما انتم شايفين انا هنا بس مجرد كاتب الكلام اللي انا قلته في السلايل اللي فاتت ان البيتر برينسبل بتعمل استيميوليشن لتيستباط والاستيميوليشن ده بيانتبع عنه رفلاكس سيكريشن زي ما قلت لكم الجاستريك جوسز وابتالي ده بيزود الشهية وبيزود بيفتح الايه الشهية بشكل كبير عشان كده زي ما قلت لكم كل الاكستريكس اللي كان فيها البيتر برينسبلز من النباتات المختلفة كانت دايما بدوا استخدم كبيتر استوماشيكس كتونيكس كأبيتايت ستيميلينز في موضوع فاتح الشهية ده قبل الميلز تتعطى قبل الوجبات عشان البيشن شهيته تتفتح وبالتالي يقدر ان هو يأكل لما زي ما قلت لكم دلوقتي الاستخدامات بتاعت الكلام ده عدت المرحلة دي بشكل كبير وبقى فيه different pharmacological activities للمركبات دي كده احنا خلصنا الintroduction باعت البيتر برينسبلز تعالوا بقى نبتدي نتكلم شوية على different classes اللي ممكن نشوفها في المجموعة دي تعالوا بقى شباب نتكلم مع بعض دلوقتي على الclassification of better principles احنا اتفقنا ان المجموعة دي heterogeneous group وبالتالي طالما heterogeneous group يبقى عملية الclassification بتاعتها مهمة جداً عشان تقدر ان انت يعني تقدر تقسمها ل subgroups وتقدر تتخلي دراستها اسهل غير لما تم عندك حاجة homogenous كلها هتبقى موجودة مع بعضها وخلص زي كربوهايدرات مثلاً قسمتها المون وديسكرايدز حسب عدد السكرايد يونيتز هنا الموضوع مختلف وبالتالي هنا بنقسم البيتر برينسبلز مجموعتين مجموعة بنقول عليها terpenoid bitters ومجموعة تانية بنقول عليها non terpenoid bitters وبالتالي هنا اظن التقسيمة دي ممكن تكون واضحة ان انتوا سمعتوا كلمة قبل كده كلمة terpen يبقى لو البيتر برينسبل الاصل فيها او الكميكال نيوكليس بتاعتها عبارة عن terpen وحن نرجع مع بعض التربينز في السلايد اللي جاية فبالتالي في الحالة دي ممكن اعتبرها terpenoid bitters وطبعاً يكون لها bitter taste اللي هو اهم اهم ايه اهم حاجة بتميز المجموعة دي كلها يعني يا اما لو ما عندهاش terpen ده يبقى في الحالة دي هعتبرها non terpenoid bitters وبعد تحت كل مجموعة من 2 sub types دول او 2 sub classes دول قسمنا بقى المجموعات اكتر فقلنا مثلا terpenoid ممكن نقول عليها mono او sesquid او die او try زي ما حنشوف كمان شوية non terpenoid ممكن تبقى phenolic ممكن تبقى كرومون كومارين كومارون انهايدرويد طبعاً احنا مش هنقدر ان احنا في المحاضرة دي نغطي كل الclasses دي ولكن هناخد بعض الحاجات اللي هي very important اللي هي موجودة في السوق وهو دي هتهمني اكتر حاجة ففي حالة terpenoid bitters مثلا احنا هنتكلم علي 2 classes مهمين قوي لهم السيسكوي terpenoids والtroy terpenoids خلاص السيسكوي terpenoids عادة بتتكون من 15 كاربون والtroy terpenoids عادة بتتكون من 30 كاربون تمام؟ المجموعة الثانية اللي هي non terpenoid bitters هنأجلها شوية هننكلم عليها لما نيجلها في السلايد بتاعي خلاص خلينا المبدئيا نركز دلوقتي على مجموعة terpenoid bitters السلايد دي ما ظنش انها ممكن تكون غريبة عليكم ان انتو احنا هنا بكلمكم يعني ايه كلمة terpenoid bitters terpenoid bitters يعني الاصل في الchemical nucleus بتاعة الcompound هتكون terpen وكلمة terpen معناها عدد من الaisoprene units والكلام ده اكيد انتو عارفينه تمام؟ عارفين يعني ايه كلمة aisoprene unit aisoprene unit يعني 5 carbon atoms زي ما انتو شايفين كده تمام؟ وال5 carbon atoms دول عاملين جزئين head وتail الhead عادة بيكون branched زي ما انتو شايفين عندنا هنا كده شايفين الbranch عامل ازاي والtail بيكون بالشكل ده هتلاقي دايما لازم تكون الايزوبرين فيها two double bones خلاص يبقى ده ده الاصل طب هل ده كده يمثل التربين؟ لا ده اليونت بتاعة التربين يعني معنى الكلام ده ان انا عشان اقول ان انا عندي تربين المينمم ان يكون عندي two aisoprene units connected مع بعض واكيد انتو عارفين ان two aisoprene units دول بيكون نكت head in head to tail manner head to tail manner يعني الhead بتاع اليونت الاولانية مع the tail بتاع اليونت التانية وهكذا يبقى head to tail ايه manner فهمنا ازاي؟ وعملية junction ما بين two aisoprene units دي بيانتو جعانها loss of one double bond كل دي معلومات انتو اكيد عارفينها من قبل كده انا بس بفكركم بايه بفكركم بيه خلاص وبالتالي بيبقى عندي حاجة اسمها monotropene يبقى ده عبارة عن two aisoprene units يبقى ده عبارة عن 10 carbon c10 خلاص تلاتة دخلنا تلاتة aisoprene مع بعض يبقى انا بقى عندي c15 15 carbon ده اسمه سيسكويتربين ال dieterpene يبقى عندي اربعة يبقى كده بقى عندي 20 carbon خلاص اسمه dieterpene دخلت ستة فيبقى كده عندي triterpene 30 ايه 30 carbon فالكلام ده انتو اكيد عارفينه ده مش جديد عليكم احنا عارفين يعني فبالتالي هو ده الا structure اللي هتشوفه لما اقولك مثلا ان انا عندي سيسكويتربين terpene better principle يبقى ده معنى ان انا مركب عنده bitter taste والنيوكلياس بتاعته عبارة عن 15 carbon الاصل بتاعها هم 3 aisoprene units connected مع بعض طبعا مش شرط ان ال connection ده يبقى in a straight chain ممكن يكونوا عاملين rings تمام زي ما هنشوفه اللي جاي لما اقولك ان انا عندي triterpene better principle يبقى ده معنى ان انا عندي هنا 30 carbon وبرضو هما في الاصل بتاعهم عبارة عن 6 aisoprene units maskin مع بعض وهنا ممكن نفرق شوية ما بين المركبات اللي موجودة هنا والمركبات اللي كانت موجودة في ال volatil oil اللي درستوها قبل كده لان المركبات بتاعته هي atherpene وتلاقيه volatil لان الكاركتر هناك مختلفة الكاركتر هناك بتكون component من volatil oil بيحصل له evaporation on steam distillation فالمركبات لازم تكون عدد الكاربونز فيها بنوعا ما قليل مش كتير قوي زي اللي احنا بنشوفه هنا خلاص طبعا المركبات دي كلها بتكون أليفاتك مفيش حاجة فيها aromatica مش هتشوف benzine ring وبالتالي انت بتشوف terpenoid نيوكليس زي ما شرحنا ايه اشهر مجموعتين هنتكلم عليهم زي ما قلت لكم السيسكويتربينايز اللي هم c15 والتراي تربينايز اللي هم c30 خلاص تعالوا نتكلم كده مع بعض على نشوف بقى المجموعة دي بقى امثلة عليهم اول مجموعة هنتكلم عليها شباب هنا اللي هي سيسكويتربين وهتلاحظوا ان المجموعة اللي هي بينطبق عليها فكرة البيتر برينسبلز من السيسكويتربين زينا بنقول عليها سيسكويتربين لاكتونس وده معناه حاجتين كلمة سيسكويتربين هتديك المعلومة الاولى ان انت عندك condensation product of three isoprene units اللي هم c15 تلاتة isoprene units مسكين مع بعض فعملين 15 carbon فدي كلمة سيسكويتربين وكلمة لاكتون معناها ring فيها containing ester group عشان كده دايما حتى بتوعكمي يقولك ان الاكتون ده هو عبارة عن internal ester internal ester يعني ال ester group موجودة داخل رينج فعش كده بقول سيسكويتربين لاكتوني بقى انت كده عرفت المعلومة اللي عندك ان المجموعة اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي اللي في منها كذا ده وحنتكلم عليه المجموعة دي كلها عبارة عن three isoprene units connected مع بعض وعملين c15 carbon والحاجة التانية ان ال c15 دول هيبقى فيهم رينج لاكتون لاكتون دي ممكن تكون five members ممكن تكون six members المهم انها لاكتون يعني لاكتون يعني رينج فيها كربونيل وجنبها او اللي هي السي دابل بوند او او دي الاستر ايه group اللي انتوا عارفينها اكيد تمام تعالوا نشوف امثلة ادي مثالا عندنا هوا مركب زي ده لو عدت عدد الكاربونز الاساسية فيه هتلاقيها 15 كاربون تمام تمام ولو بصيت هنا هتلاقي الرينج دي تمام الرينج دي كده فيها سي دابل بوند او او شايفين سي دابل بوند او 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 ازاي يبقى معناها internal ester او لاكتون يبقى الرينج دي عبارة عن لاكتون عش كده سميناه مركب سيسكويتربيل لاكتون لو دققنا في الاستراكتر هتلاحظوا ان ممكن يبقى السيسكويتربيل لاكتون دي موجودة باكتر من صورة وده اللي انا اقول لكم في الاول لما كنا بقول انها هتيروجينس جروب البيتر برينسبلز دي هتيروجينس جروب يعني ممكن تلاقي الكامستري بتاعتها متنوعة جدا بس في الاخر انت بيكون عندك تلاتة ايزوبرين والتلاتة ايزوبرين دول ماسكين مع بعض عاملين كون ناكش مع بعض وفيه لاكتون في القصة يعني فيه رينج فيها استر جروب خلاص واضح؟ فهنا مثلا موجودة بالشكل ده ورينج التالتة 5 ممبرد وال5 ممبرد هي الاكتون هنا مثلا بتلاقي رينج 5 ممبرد بس مربوطة مع رينج 1 2 3 4 5 6 7 8 اوكتين جروب او اوكتين رينج سايكل اوكتين رينج هنا مثلا بتلاقي 2 رينجز فيوزد مع بعض ملتحمين وفي نفس الوقت مفيش مش ميعتبروش سايكلو هيكسينز يعني تمام وعندنا برضو 5 ممبرد ايه لاكتون رينج تحت هنا يبقى الديزاين نفسه بتاعهم مختلف او الشكل بتاعهم مختلف دي بنسميها مثلا اليوديسمانولايد دي بنسميها الدانثولايد دي بنسميها الجيرماكرانولايد ودي بنسميها جوانولايد طبعا ده ده مجرد بس ايه ريدنج خلاص يعني مجرد او تبصوا عليه كده يعني انما للمعرفة يعني او او اطلب منكم انتو تبقوا عارفين ان يوكليز دي ولا اساميها حتى انا بس بوريك ان احنا عندنا الكاميستري مختلفة بس في الاخر كلهم بنعتبرهم سيسكويتربين لكتونز عندهم لكتون رينج وعندهم 15 كاربون اتومز مكونين 3 ايزوبرين يونتز بس عملية الارينجمنت او الكندنسيشن بتاع الثلاثة ايزوبرين ممكن تاخد اكتر من شكل زي هنا وهنا 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 ففهمتوا زي شكل الرينجز نفسه ممكن يكون مختلف خلاص تعالوا انا بتدي نتكلم مع بعض على الامثلة على السيسكويتربين لكتونز بس قبل ما نتكلم عليها عايزين نفهم حاجة صغيرة خالص هنلاقي دايما ان في كتير من المجموعة دي مش كلهم طبعا بس في كتير من المركبات اللي تبع المجموعة دي دايما بيكون عندهم حاجة اسمها اكزو سايكليك مثلين جروب انا عايز اكلم على الحتة دي شوي اكزو سايكليك مثلين جروب تعالوا نشوف الاسطايد اللي جاي هنا بنقول ايه بنقول ان فيه مميزة لكتير جدا من المجموعة دي مش هنقول كلهم ولكن اللي كتير منهم هي اسمها اكزو سايكليك مثلين يعني ايه كلمة اكزو سايكليك مثلين اكزو سايكليك يعني خارج رينك اكزو خارج وصايكليك اللي هي سايكل رينك ومثلين اللي هي سي اتش تو دابل بونت يعني كاربون اسمها مثلين بتبقى شايلة اتش وعملة دابل بونت لان كاربون تعارفين بتبقى عاملة لازم تبقى مسكبة اربعة بونت طب الاكزو سايكليك مثلين دي غالبا بتكون موجودة فين بتكون موجودة ألفة بتا فجوه ألفة بتا أنساتيوريتد لكتون يعني إيه برضو يعني اللكتون رينج اللي احنا كنا تكلمنا عليه مش احنا قلنا أن اللكتون رينج يعني معناها إنترنال أستر يعني دي كده دي كده اللكتون رينج ألفة بتا أنساتيوريتد يعني إيه يعني الكاربون اللي جنب الكاربونين على طول دي بنسميها ألفة الكاربون اللي بعدها دي بنسميها بت والكاربون اللي بعدها من هنا دي برضو بنسميها بت لأنهم الكربونتين في نفس تقريباً الـ position أو يعني نفس المسافة أو نفس البعد عن الكربونيت group فهو بيقولك أن نخلي بالك في كتير من المجموعة دي هيكون عندك حاجة اسمها alpha beta unsaturated lecton ring يعني الكربون الألفا والكربون البيتا هيكون ما بينهم في double bond هشكاسم منها alpha beta unsaturated فهو ده اللي حاصل لأنها عندي كربون ألفا هي وكربون بيتا هي وفي بينهم double bond وحددلك الدبل بونت دي موجودة فين؟ كانت ممكن الدبل بونت بيكون موجودة هنا جوة الـ ring لأ ده قال لك دي exocyclic يعني بره لإيه بره الـ ring تماماً زي ما انتوا شايفين هنا كده خلاص فده معنى كلمة alpha beta unsaturated lecton within exocyclic methylene functionality طب دي مزيتها في إيه بقى؟ قال لك المجموعة دي بتكون reactive جداً highly reactive وبالتالي بتتفاعل بسهولة قوي طب بتتفاعل إزاي؟ تعالوا نشوف لقينا تعالوا نمسح بس لإيه الجزء اللي فوق ده لقينا إن إحنا بيبقى عندنا في المجموعة دي الـ center أو الـ exocyclic methylene دي بتكون liable جداً للـ attacks بالنيوكلو فيلز بتأكيد أخذتوا النيوكلو فيل الـ organic اللي هي بيكون عليها long pair of electrons حاجة مثلاً زي الـ N2s اللي موجودة في الأمينو أسدز حاجة زي الثايولز اللي موجودة برضه في بعض الأمينو أسدز اللي هي الـ SHs اللي موجودة مثلاً في السيستاين أمينو أسدز الحاجات دي بتقدر إنها من خلال اللون بير تـ attack الـ exocyclic methylene يعني مثلين بالنسبة لنا هنا تعتبر reactive receptor A site يعني هي مكان حلو قوي يقدر يحصل عليه attack من خلال الأمينو أسدز طب الأمينو أسدز دي موجودة فين في البروتينات بتاعت الجسم بتاعنا وبالتالي ده معناه أن البروتينات جوه الجسم حتكون reactive قوي ناحية المركبات اللي من النوعية دي وتبدأ تعمل attack عليها من خلال الـ وده expectation بتاعه أو النتيجة بتاعته إنه هيكون المركبات دي different pharmacological effects هتقدر تشوف لها different pharmacological effects ابتداء من أول anti-cancer للanti-malarial للanti-microbial يبقى فيها different pharmacological effects بس في نفس الوقت كمان ممكن تشوف side effects كتير لأن انت عندك مركبات reactive قوي ناحية البروتينز المختلفة اللي موجودة في الجسم اللي هي الأمينو أسدز بتاعتها دايماً بيكون فيها NH2 كل الأمينو أسدز فيها NH2 وكذلك الثيول A groups بشكل كبير فهمنا؟ إبقى ده الفكرة العامة بتاعته فأنا ده وقتلكم هنا مثاله هو enzyme الactive side بتاعه فيه أمينو أسد معين الأمينو أسد ده أخره NH2 فطبعاً فيها نيكليفيل حلو جداً lone pair تقدر تأتاك على المركبات اللي داخلها وتعمل binding معها وبالتالي المركب يبتدي يعمل نوع من أنواع الcompromise للpharmacological activity أو الpharmacological action بتاع الانزايم ده فهمتوا إزاي؟ فهيدي الفكرة العامة تعالوا نشوف مثال عليها عشان نفهمها أكتر ونشوف برضو أشكال أو الأكتيفتي المختلفة اللي ممكن تكون موجودة في المجموعة دي أول مركب يا شباب حنتكلم عليه في مجموعة تحت السيسكويتربيل لكتونز هو الpartheno light تمام؟ ويمكن الpartheno light بينطبق عليه كل جنرال كاركتر زينا احنا تكلمنا عليها من شوية في السيسكويتربيل لكتونز يعني إيه؟ يعني c15 carbons يعني بنتكلم على أو 15 carbon بنتكلم على 3 isoprene units connected مع بعض بنتكلم أن هو لكتون وبالتالي هو عنده لكتون ring تمام؟ وعرفنا عن إيه لكتون خلاص وهنا اللكتون بتاعته هتكون 5 membered لكتون فيها internal ester اللي هو COO بين قوي هنا هاي؟ أدي اللكتون بتاعتنا تمام؟ أدي C double bond O وأدي O تمام كده؟ يبقى دي برضو حاجة مميزة جدا الحاجة التالتة اللي احنا كنا قلناها للصيد اللي فاتت إنه لازم يكون عندك أو يعني في كتير منهم بيكون عندك alpha beta unsaturated lektone يعني جوه double bond الموجودة بين alpha وال beta اللي هما next للكربونيل بتاعت اللكتون على طول ففعلا أدي الكربونيل بتاعت اللكتون هاي؟ يبقى alpha أهو والبيتا أهو وديه double bond ده هي exocyclic لبرا خلاص فبالتالي واضحة جدا ال properties اللي احنا اتكلمنا عليها في السلايد اللي فاتت من ضمن الحاجات برضو اللي تقدر تعرف منها structure لو جبت لك حاجة زي كده فالمتحان سهل قوي انت تعرفها ان عنده رينج مهمة جدا اسمها epoxy ring واضحة جدا هنا هي عند carbon 4 و carbon 5 شايفنا epoxy معناها ان فيه oxygen جوه three membered ring زي ما انت شايفين اثنين carbon واحدة oxygen فده بنقول عليه epoxy ايه epoxy ring فموجودة ومشهورة جدا او شكلها واضح قوي في حالة ال parthenolites لو جينا رجعنا كده ال different carbon skeletons اللي كانت موجودة في السيسكويتربيل لكتون وقارنت ال structure بتاع ال parthenolite بهم هتلاحظ ان هو واضح قوي ان هو مين ان هو الجيرما كرانولايت واضح قوي يعني شايفين عاملة ازاي هو هو تقريبا الجيرما كرانولايت وبس احنا طبعا مش هنسأل في الكلام ده خلاص زي ما قلت لكم احنا ال carbon skeleton دي مقرب بس ان انت تشوف ان فيه اشكال مختلفة من المركبات اللي من النوعية دي طب المركب ده موجود فين المركب ده موجود فيه مقوي نعرفه اسمه كريزان ثمن برثينيوم فاميلي كومبوزيتر خلاص طيب تعالوا نتكلم بقى على ال او الاستخدامات اللي ممكن نشوفها في مركب زي ده طيب استخدام حاجة زي كده ممكن تكون ايه زي ما وطرقوا دايما نخد في عيني الاعتبار حاكتين وبالتالي هتديك كويسة وحيكون في منها كمان دايما نخلي الحكاية دي في دماغك وبالتالي لما نيجي نتكلم ايه ستجدها متنوعة لازم تكون ايه دايورس يعني فيها دايورستي عالية خلاص لان زي ما وطرقوا المجموعة دي بتكون بتشتغل على اكتر من ايه من اكتر من بروتين نتيجة بتاعت الاجزو سايكليك مثلين كرياكتف سايت للبروتينز او للامين واسدز المختلف فاول حاجة يبقى بتشتغل كعلاج وكمان كوقاية من الامايجرين اتاكس تمام ويمكن هنا لو جينا يعني لو دورنا كتير ورا الميكانيزم بتاع الفيفر فيو عموما والبروتينولايت كمان اكتف كونستيتوينت جوه النباد ده فحلاقي ان الحاجة الاساسية اللي فيه عليها اجماع ان البروتينولايت دي بتشتغل على حاجة اسمها الاركيدونيك اسد ميتابوليزم الاركيدونيك اسد ميتابوليزم طبعا انا مش عارفت او خطه فرمكولوجي ولا لا الحقيقة بس الاركيدونيك اسد ميتابوليزم ده من احد الكمبوننز بتاعت الفاسفليبت بايلير تمام بتاعت السل ممبرين بتاعنا او بتاعت الخلية واللي الجسم بيستغلها بشكل كبير جدا في تكوين مجموعة من الميتابولايتس اسمها البروستاجلاندنز تمام اللي هي هنا البروستاجلاندنز تمام والثرومبوكسينز والليوكوتراينز دول اهم ايه اهم ثلاث حاجات طبعا في حاجات تانية بس دول اهم ثلاث حاجات بيكونهم او بينتجوا من من كميتابولايتس من الاركيدونيك اسد ميتابوليزم جوة الخلية بتاعتنا طب ليه الجسم بيكون طبعا عشان يكون الحاجات دي او عشان يكون التلاث ميتابولايتس دول في تكوين الايكوتراينز يبقى دول الاثنين دول عبارة عن انزايمز تمام الجسم بيستغلها في تكوين الميتابولايتس دي تمام كويس طب ايه بقى اللي بيحصل اللي بيحصل ان المجموعة البروستاجلاندنز الثرومبوكسينز اليوكوتراينز الحاجات دي بتكون انفولفت جدا كميدياترز في عدد من البروستاجل جوة جسم من ضمنها البين من ضمنها الانفلاميشن من ضمنها الفيفر يبقى الحاجات دي كلها اللي بيمديات البروستاجل جوة جسمنا هم الثلاث حاجات دول تمام وبالتالي انا لو عايز اعمل مثلا انهيبشن لبين عندي او عندي انهيبشن لانفلاميشن اشتغل ك انتي انفلاماتوري او كانالجازك يبقى ممكن جدا ان انا اشتغل ككوكس انهيبتر صح زي الاسبرين مثلا كوكس انهيبتر كوكس انهيبتر بمعنى ان انا اعمل انهيبشن للانزايم ده فبالتالي اقل للبين اقل للإحساس بالبين اقل للإحساس بالفيفر حسب البيشنت عنده ايه خلاص هو ده الميكانزم المتعرف عليه ان البرثينولايد بيانترفير مع الباثوي ده كله الاركيدونيك أسيد ميتابوليس باثوي الاجزاكت ميكانزم هو بيشتغل فانهي خطوة هو بالظبط مش معروف لان زي ما انتم شايفين في خطوات كتيرة طبعا هلنش هنزاكر الخطوات انتم هنزاكروا بس انا قلته ده فبالتالي هو بيانترفير مع الاركيدونيك أسيد ميتابوليزم تمام الاجزاكت ميكانزم اس انكلير لسه مش عارفين بالظبط هو بيشتغل ازاي ولكن هو بيانترفير مع البروسيس دي وبالتالي من ضمن البروبرتز اللي هيعمل لانه هيعمل انهيبشن للبين الناتج عن المايجرين وبالتالي يقلل جدا او يعمل رليف للبين ده ده المين ايه المين افكت اللي بنشوفه في حالة البروتينو لايز طيب كويس جدا هل في افكت ثانية اه احنا اتفقنا ان في دايفيرستي في الفرماكولوجيك ايه في دايفيرستي في الفرماكولوجيك اكشن فدعا نشوف ايه تاني موجود هاللاحظ مثلا انهو من ضمن الحاجات اللي برضو ممكن تستخدم جدا في المانجمنت في روماتويد ارثرايتس وبعد المنسترويشن بروبلمس ده هرمونال طبعا ده هرمونال بروبلمس في الايه في الومن تمام اه بتحصل انما الروماتويد ارثرايتس ده اوتو ايميون ديزيز طبعا كلنا عارفين اوتو ايميون ديزيز ده انا اتكلمت عليه في الايه في الكاربوهيدريتس خلاص اوتو ايميون ديزيز يبقى ممكن برضو المانجمنت يتم الروماتويد ارثرايتس باستخدام البرثينو لايتس الحاجة الاخيرة انه دلوقتي كمان في ابحاث كتير جدا على البرثينو لايت ده في استخدامه في الكنسر تمام وفي افكتس كويسة جدا منشوفها مثلا في بعض انواع الكنسر زي الميلانومة مثلا زي الريسرش اللي قدامنا ده بس الابحاث دي يعني لسه لغاية دلوقتي في اطار الانفيترو والإيه والانفيفو ستاديس يبقى هما دول حاجتين اللي موجودين عندنا دلوقتي فانواع كانسر مختلفة وده متوقع لانه زي ما قلتلكم بتخلي المركبات تشتغل في اكتر من اتجاه فحتة استخدامه في الكنسر ده هتلاقيه او الاكتيفيتي بتاعته في الكنسر بتكون كويسة بس هتلاقي دايما لاك أو سيلكتيفتي يعني مفيش سيلكتيفتي للكنسر يعني هتلاقي دايما في مشاكل او سايد افكت كتيرة من استخدام الحاجات دي طب تعالوا نشوف بعض ايه السايد افكت دي اشهر سايد افكت موجودة اسمها الالرجيك راكشن نوعية كونتكت الالرجيك راكشن وده طبيعي جدا يبقى فيه الالرجي عالية جدا او ممكن تبقى في صورة راش او غيره بتختلف من التاني حسب الجسم النوعية دي من المركبات خلاص تمام ده بالنسبة للبرثين اللايت الدراج الثاني اللي اللي عايزين نتكلم عليه المجموعة هو الارتمازين وده يمكن من اشهر ادوية المالاريا اللي موجودة اللي تم اكتشافها في العصر الحديث يعني تعالوا الكلام عليه شوية الارتمازين ده ده واحد من البيتر برينسبلز برضو اللي يتبع الكلاس اسمها السيسكويتر بيل لكتونز المركب ده كان بتاع الشينيز هورب اسمه كوينج انواع شكرا سامنا ارتمازين بنجيبه منين المركب ده بنجيبه من يعني وهي مقفولة لسه ما حصلهاش او او مفتحتش او مفتحتش تمام ده شكل المركب بتاعنا لو دققنا فيه هللاحظ انه عبارة عن سي ففتين يعني برضو اللي هم سي ففتين كاربون او خمستاشر كاربون هللاحظ ان احنا هنا عندنا لكتون رينج برضو عشكد سمينا سي سكويتر بي لكتون لو حدد ده اللي هي عندك كاربون اهي وجنبها اكسجن جوه المراد فالمراد عندك لكتون تمام خلاص الحاجة التالتة ما عندكش هنا اجزوميثيلين ما عندكش اجزوميثيلين في الجزء بتاع اللكتون المفروض ان دابل بوند هنا الحقيقة انها مش موجودة وبالتالي انت ما عندكش اجزوميثيلين ايه ما عندكش اجزوميثيلين جروب او حتى تشوف دابل بوند هنا هتبقى مش هتبقى اجزوميثيلين هتبقى جوه الرينج فانت ولا عندك كده ولا عندك كده فانت ما عندكش دابل بوند خلص في الجزء بتاع اللكتون ده وبالتالي انت ما عندكش هنا الفا بيتا خلاص تمام فدي برضو من الحاجات عن المجموعة دي المجموعة دي عادة بيكون فيها المجموعة الجروب دي زي ما شفنا في طيب الحاجة التانية المهمة جدا في الجزئية دي ان انت عندك اه اه مركب المركب ده خلينا نتكلم شوية عليه بقى من ناحية الديسكافري من ناحية الديسكافري الاول قبل ما نتكلم عليه من ناحية الديسكافري فيه حاجة مميزة قوي للستروكتشر ده عشان تتعرف عليه برضو لو جالك لو فاكرين في البرثينولايت كنا قلنا الايباكسي رينج مشهورة جدا عند كاربون فور وفايف اللي هي ثري ميمبرد رينج فيها اكسجن هنا عندي مجموعة حلوة قوي اسمها الاندو بيروكسايد مويتي اندو يعني جوة رينج انسايت اندو بيروكسايد بيروكسايد انتوا عارفين اللي هي بتبقى عبارة عن تو اكسجنز كونكتد مع بعض ده بنقول عليها بيروكسايد عاملة زي النضارة كده دايما اقول الطلبة عاملة زي النضارة تمام فالبيروكسايد مويتي مشهورة جدا ودي ما بتلاقيهاش الجروب دي كتير في الادوية يعني دي من الحاجات المميزة قوي للارتمازنين جوة رينج شايفين الرينج اللي هي موجودة جواها الرينج دي كلها فهو جوة رينج تمام واضحة جدا وفي نفس الوقت ايه الاندو بيروكسايد عندها اتنين ايه اكسجن بالشكل ده مميزة قوي تقدر تعرف منها الارتمازنين على طول وعلى فكرة هي دي اللي هتكون مهمة جدا للأكتيفتي الجروب دي زي ما حنشوف كمان شوية خلاص تمام طبعا الارتمازنين واحدة من الارتمازنين واحدة من الارتمازنين واحدة من الارتمازنين اللي هي من يعني ان انت تكتشف تجيبه من النبات وديستخدمه زي ما هو كدوى زيها زي قصة تاكسل مثلا كأنتي كانسر ايجنت واحد من اشهر انتي كانسر ايجنت فالحالات دي مش بتشوفها كتير قوي على فكرة ان انت يبقى عندك مركب تطلعه من تستخدمه زي ما هو كده كدوى ممكن احيانا تطلع المركب من بلانت يبقى فيه منه مشاكل فتبتدي ان انت ايه تعدل فيه وتعمل منه سيمي سينثاتيك برودكس او سينثاتيك برودكس والمركب ده تستخدمه بعد كده او السينثاتيك برودكس ده هو ده اللي تستخدمه كايه كدوى انما في الحالة بتاعتنا هنا ده من من الساكساسف دراج ديسكافري ستوريز اللي استخدمنا فيها مركب كدوى في الاخر طيب تعالوا نشوف القصة انا هحكيها بسرعة جدا طبعا قصة جميلة قوي تبقى لك برضو ان ساعات الساينث يعني ايه يعني انسيته كده في ساعتها دلوقتي على طول لا ممكن بعد فترة بعد وقت فحلاقي مثلا هنا ان الارتميزان ده كان بدايته خالص كان عبارة عن نبات النبات اللي احنا قلنا من شوية اللي هو الارتميزيا عنوى ان نبات ده كان مشهور جدا في التراديشن الشاينيز مديسن اللي هو تيسي أمب من الاف السنين يعني بستخدم اكتر من الف سنة بيستخدم في ايه بيستخدم في علاج الملاريا كانبات كده كاكستراجت تمام بيستخدم في علاج الملاريا طبعا الملاريا واحدة من اشهر الارتطائر ديزيز اللي كانت موجودة في القرن الماضي يعني في كتير من القار formerly من ضمنها الصين من ضمنها التباليوب افريقيا كلها والاماكن دي وطبعا بتتنقل عن طريق موسكيتو مشهورة جدا بيبقى جواها في باراسايت اللي هو البلازموديام فالسيبارم والبلازموديام فالسيبارم ده بيتنقل طبعا نتيجة البايت بتاعت الموسكيتو دي ويتنقل مدم بتاعنا وبتدي الهوست يشتغل او بتدي يتخدم الجسم بتاعنا كهوست ويبتدي ان هو يريبليكيت ويإيه ويينفيد الجسم بتاعنا بشكل كبير طبعا لها مشاكل كبيرة جدا لان من ضمن خطورتها الكبيرة انها ممكن تعدي الموسكيتو ممكن يعدي البلود برين باريور ويبدأ يعمل حاجة اسمها سيريبرال مالاريا ودي بتبقى فيتل طبعا وطبعا فيه جزء من اللايف سايكل بتاعت البراسايت بتكون برضه في البلود يعني جزء في البلود وبعد كده بيتنقل للايه للبرين فطبعا يعتبر من الديزيز اللي برضه بيكون فيها نسبة فتاليتيز كانت عالية جدا فجت علامة صينية اسمها تو يعني ده الاسم اللاصت نيم بتاعها تمام العلمة دي جت سنة 72 وقدرت انها تشتغل على الهرب ده كان كل معلوماتنا ان الهرب ده له افشنسي او له افكتيفنس في حتة علاج لايه المالاريا فجت هي راحت اشتغلت عن نبات عملت اكستراكشن استخلاص زي ما انتشافين هنا كده استخلاص من النبات المركبات اللي موجودة فيه وبعد كده قدرت تفصل وتتعرف على الارتميزنين وتقول ان الارتميزنين ده هو المسؤول عن الانتي مالاريا بتاعت الهرب تمام وهنا الحصن الحظ طبعا ان هو كان المين اكتف كونستيتونت يعني هو كان اكتر كونستيتونت ابندنت او موجود في النبات وبالتالي الاجتيفتي بتاعته او النبات كانت الاجتيفتي بتاعته بسبب المركب ده في كتير من الاحيان بيكون الماينورز او المركبات الصغيرة اللي موجودة في النبات بكميات قليلة هيدي المسؤول عن الاجتيفتي فده بيبقى اصعب انما هنا كان المين اكتف كونستيتونت هو الارتميزنين وكان هو المسؤول عن الاثرابيوتيك افكت الكلام ده تم سنة 72 وخلاص على كده طبعا المركب ده تم استغلاله بعد كده في علاج ملايين الاشخاص ويعني وولد وايت في كل حتة في العالم الصيل اللي واحدها تعالج فيها اكتر من واحد ونص مثلا مليون شخص خلال الفترة دي بالسيريبرا المالاريا مثلا بس تمام فطبعا ارقام كبيرة جدا انقذت حياة ناس كتير جدا بسبب الارتميزنين زي ما هنشوف ونتيجة الكلام ده هي الكلام ده عملته سنة 72 نتيجة الكلام ده سنة 2015 شوفوا بعدها بيمكن ب42 ولا 43 سنة اخدت النوبل برايز فيه على الاكتشاف بتاعها وعلى الديسكوفري بتاعها وعلى الايفيشنسي بتاعت الارتميزنين وقدرته ان هو يقدر يسايف زي ما قلت لكم عدد كبير جدا من الاشخاص ويمكن هي كتأول وحدة صينية او اول علامة صينية تاخد نوبل برايز في الميديسن تمام فدي قصة من القصص الضريفة او اللي هي دراك ديسكوفري ستوريز المتعلقة بالارتميزنين اللي هي بتبين لك قد ايه زي ما قلت لكم اهمية الناتشورل برودكس في اكتشاف ادوية لديزيز صعبة ديزيز صعبة وممكن تكون يعني ملهاش لسه تريتمينس افكتف في السوق تعالوا نشوف كده نتكلم بقى شوية اكتر على الارتميزنين من الناحية الفرماكولوجيكا اللي هو بيشتغل ازاي يمكن الارتميزنين من الحاجات اللي بتستخدم زي ما قلت لكم في علاج المالاريا فهو تمام الميزة عنده اكتر من ميزة وعنده بعض العيوب خلينا نتفعل اول على المزايا المزايا بتاعته الاساسية انه هو حاجة اسمها من البلازموديوم البلازموديوم زي ما قلت لكم ده البراصايت اللي بيعمل المالاريا جوا جسمنا قلت لكم انه جزء من بتبقى في البلد وجزء منها بتبقى في البرين لو وصل للبرين بيعمل حاجة اسمها سريبرال مالاريا ودي بتكون فيه تلزام قلت لكم فعندنا ميزة حلوة قوي في الارتميزن اللي لقيناها انه هو بيبقى اكتف اجينست من المالاريا احنا عندنا اكتر من من الادوية في السوق بتشتغل كانتي مالاريا من ضمنها واشهرها اكيد سمعتوا عنه بسبب موضوع الكوفيد الكلوروكوين ده حاولوا يستخدموه في الاول لو فاكرين في اول بداية الكوفيد خالص في علاج الماناجم تاعت الكوفيد 19 فالكلوروكوين احد الحاجات الملاعية كينولين A-based انتي مالاريا تمام ليها برضو side effects كتيرة جدا ومشاكل كتيرة جدا ولاحظنا ان مش كل بتاعته بتدي بيحصل لها يعني او تموت مع استخدام الكولوروكوين دراجز تمام بيفضل عندي بعض بتاعتها resistant يعني بمقاومة جدا للعلاج بالكلوروكوين فلاحظنا من المركبات اللي بتكون effective جدا against resistant strains بتاعت ال بلازمون فالسيبورم فدي ميزة كويسة ان هو بيكون active على strains مش شغال عليها الادواء التانية فدي بتكون ميزة الحالة التانية المميزة اوي ان هو عنده كاربون اتمز كتيرة وعنده 15 كاربون فال15 كاربون دي بتدي له كويسة جدا بيكون بيدوف في الليبت انتفقنا ان كل ما تزيد دي قاعدة اخدها عندك يعني كل ما تزيد كل ما الليبت سوليبيلتي هتزيد كل ما الاكسجنز والنيتروجنز هي اللي بتزيد كل ما الاكو السوليبيلتي او هي اللي بتزيد ففي الحالة دي انت عندك عدد لبأس فيه جدا من الكاربون وبالتالي عندك معقولة جدا فبتخلي عملية تبقى أحسن لان عبارة عبارة عن جدا جدا وبالتالي الحاجة اللي عشان تعدي فيه لازم يكون لها معقولة قوي عشان يقدر يعدي مش اي حاجة تقدر تعدي بلات برين برير عندنا ادوية كتيرة جدا مابتدرش تعدي بلات برين برير بسبب اللي ان تاعتها مش عالية ففي الحالة دي بتكون معقولة جدا وبالتالي بيحصل حاجة اسمها رابد بيقدر انه يدخل بشكل كبير يقدر يخش على البرين وبالتالي يعالج لي السريبر المالاريا لو المالاريا قدرت تسكيب من البلد وتروح للبرين وطبعا ده من الدزيز زموتيركول او المالاريا وصلت للمرحلة دي بيتكون فلما تلاقي عندك بيقدر يشتغل على المرحلة دي ده بيكون وبيكون حاجة جدا تمام فدي كلها مزايا من ضمن الحاجات اللي لاحظناها بالنسبة للمالاريا برضو او الارتماسلن ان الاندو بيروكسايد دي مهمة جدا جدا للأكتيفتي يعني وجودها هو اللي مخلي المركب ده المالاريا طيب هنا انا مجمع لكم تقريبا معظم الحاجات اللي انا قطف في اللي يبقى اللي ما بتشتغلش بالأدوية التانية او ما بتتعليقش بالأدوية التانية الارتماسلن بيقدر يشتغل عليه في نفس الوقت هو السنستيف يعني اللي هي بتقدر تتعالج بالكلوروكوين الارتماسلن برضو بيقدر يشتغل عليه فهو ايكوال للبوتنسي للكلوروكوين تمام وث من المال صايد بيشتغل على الكلوروكوين بيعالجها وفي نفس الوقت بيشتغل على المعادلة مظبوط والحاجة التالتة زي ما قلتلكه السريبرال مالارية اللي هي صعبة جدا انها تتعالج لانها محتاجة تقدر تعدي وبالتاني محتاجة بشكل كبير هو في علاج السريبرال مالارية يعني هو اول او بالنسبة اول ما يحصل السريبرال مالارية التشويس الاولاني بيكون هو الارتميزن تمام فدي كلها مزايا كويسة جدا بالارتميزن كأنت مالارية ايجنت طب تعالوا بقى نشوف المشاكل المشاكل عندنا شوية بتكون في الجرعات ليه لان الارتميزن من الحاجات اللي ليها short half life short half life ويمكن انتوا اكيد عارفين يعني ايه half half هو الوقت اللي محتاجه الجسم بتاعنا عشان يخلص من نص الجرعة اللي انت مديها من الدو تمام يخلص يعني يعني يحصل clearance لنص الجرعة من الدم يعني لو مدي 100 ملي جرام وصل الدم المفروض احسب الوقت اللي بعده الجسم هيكون في 50 ملي جرام هو ده اسمه half half دي تقصر يبقى ده معنا ان المركبات بتاعتنا لها short half life وبالتالي وجودها جوه الجسم هيبقى بياخد وقت قليل يبقى انت محتاج الدوزينج بتاعتك تبقى اعلى فهمت ازاي محتاج تاخد جرعات اكتر عشان تعود فكرة ان short half life او ان هو ما بيعود في الجسم كتير فما بيلحق يدي الفرماكولوجيك لوقت طويل انما لو المركب بتاعك ممكن تدي مرة في اليوم ممكن تدي مرة فهمين قصدي او مرة كل 12 ساعة يبقى انت كده ايه الدواء بياخد وقت جسم بيدي الفرماكولوجيك بتاعه بشكل يعني معقول وبالتالي مش محتاج تدي frequency أو frequent doses يعني دوزز كتير تمام ففي الحالة بتاعتنا مثلا بتلاقي ان الارتميذن ده الهوف لايف بتاعته يعني بنتكلم في ساعة اثنين ماكسيمم تمام وبالتالي انت محتاج ديلي دوزينج كتير فالو قالت لك انت لو هتستخدم الارتميثر الارتميثر ده من الحاجات اللي هي الارتميذن اللي هنتكلم عليها شوية يعني ده كبيرة برضو تمام فور تابلتس فور تابلتس دول عند ست مرات بتاخد محدد لك بقى الساعات عند زيرو يعني في الاول وبعد ثمان ساعات وعد 24 وعد 36 بعد 48 بعد 60 وفي كل مرة بتاخد ايه بتاخد فور تابلتس يبقى كم دوز دوز ده اللي انت هتستخدم الارتميزن بالحالة بتاعته اللي احنا عشان كده دلوقتي الدابري اوتشو او بدأت تقولك لا احنا مش هنستخدم الارتميزن اللي واحده احنا هنستخدم الارتميزن دايما in a combination therapy in a combination therapy وده more efficient في علاج الملارية بمعنى ان انا هستخدم دايما الارتميزن هيقتل معظم البروسايتس at the start of the treatment وبعد كده هستخدم معا حاجة اسمها partner drug الpartner drug ده هيكون في الميزة اللي مش موجودة في الارتميزن اللي هي ايه الميزة دي الميزة دي ان هو بيكون long half life فيبقى كده انا حلت المشكلة بتاعت الارتميزن الارتميزن ان كانت مشكلتي معا ان هو short half life فما بياخدش وقت جوه الجسم بشكل كبير وبالتالي اه بيدي الافاكت بتاعه rapidly ولكن الافاكت ده ممكن لو في براسايتس موجودة هتريكوفر بسرعة وتقدر انها تريبليكيت تاني وتقدر انها تإنفيد الجسم تاني فبالتالي الحل يقدي الارتميزن في الاول يقتلك معظم البراصايتس اللي موجودة في الجسم وبعد كده بعد كده ادي دواء تاني ممكن يكون الافاكت في نسبة بتاعته اقل شوية بس الافاكت بتاعته اطول موجودة تكمل معاكل ايه او تديك مرة تانية طبعا عندنا امثلة كتيرة جدا في السوق على حتة الادواء على الفكرة دي اللي هي منوان عليها الاي سي تي او ارتميزن كومبينيشن ثيرابي مهم او تبعرفين الاختصار ده ارتميزن كومبينيشن ايه ثيرابي طبعا انا مش مهم عندي اعرف اساميل بس بس انا عايز عاكتب عارف تفاهم الفكرة الفكرة ان انا بستخدم دواء مع الارتميزن في نفس التابلت او في نفس العلبة الدواء زي ما انتو شايفين هنا كده بصوا هنا عاملة ازاي عندي مثلا تابلت سرونها اصفر وتابلت سرونها ابيض واحدة منهم بتكون الارتميزن والتاني بيكون الارتميزن اللي معايه وبيبقى البيشن معروف ان هو مثلا حيمشي فيبقى كده انت بتحل فكرة او مشكلة الهالف لايف وبتدي افشنسي او افكتفنس اكتر اجينست البلازموديم اي فالسي بار فتمنع برضه حتة مرة تانية مفهوم ففيه اكتر من ايه من ميزة من استخدام الاي سي تي من ضمن برضه الحاجات زي ما تركوا اللي اتعاملت عن الارتميزن بشكل كبير جدا هي فكرة ان احنا نقدر ان احنا نشوف وطبعا كنا اتكلمنا عن الحكاية دي في المانيتول قبل كده لو فاكرين في الكاربوهيدريت وكلمنا عليه في الجلوكوز وكلمنا عليه في اكتر من مرة اللي اي فكرة ان انت بتدرس الاس اي ار ودي مهمة قوي لأي مركب بالذات يعني ايه الحاجات اللي في الستركتر اللي بتخلي الاكتيفتي مهمة تمام ودي بتساعدك في اكتر من حاجة اولا بتساعدك ان انت تعمل انت تشوف جديدة خالص في بعض الادويات مثل في حالة المانيتول مثلا لما عملنا منه المانيتول هيكزا نايتريت في بعض الاحيان وفي حالة الجلوكوز برضو في بعض الاحيان بتحسن حاجة اسمها الفرماكو كيناتكس اللي هي الابزوربشن وديستريبيوشن والميتابوليز والالتحاجات دي او بتحسن حتى الوتر او عشان تحسن او تغير بتاعك فهي اسمي ثانثيس له اهداف كتيرة جدا جدا بس المين المين هو الستركتشور اكتيفتي ريليشنشيب لانه دي لحد ساعدك في تطوير الدواء بتاعك اي ان كان التطوير اللي انت عايز تعمله ده ايه روتوف ادمانستريشن سايد افكت او مين فرماكولوجيك الافكت ففي الحالة بتاعتنا هنا لما درسنا الستركتشور اكتيفتي بالشكل اللي قدامي اجينست المالاريا طبعا اكتيفتي اجينست المالاريا الحاجة التانية ان احنا عندنا هنا لكتون صح فلقينا ان الشغل على الكربونيل دي ما بيقصرش على الاكتيفتي يعني احنا لو غيرنا الكربونيل دي مثلا خلناها اوقاتش معملنا ففي الحالة دي ما حصلش مشاكل دراماتيك لاص يعني في الاكتيفتي الاكتيفتي قريبة او كمبارابل جدا للارتمازن الاساسي وبالتالي انا لو جيت في المعمل وعملت الكربونيل بتاعت الارتمازن وخليتها اوه اتش تعرفين الكيتو جروب لما بعملها تتحول الالكول فبعملها احاولها للالكول جروب دي يبقى انا ممكن استغل الحكاية دي في ايه بقى ان انا بعد كده اقدر اعمل عليها مختلفة واقدر صوديم ارتيزونيت يبقى التلاتة دول هم عبارة عن من الارتمازن في الاسطايد اللي جاي هنتجي نشوف الحاجات دي تكونت ازاي التلاتة دريفتف دول تكونوا ازاي وايه الهدف منهم الهدف من تكوين التلاتة حاجات دول هو فكرة بتاعت الارتمازن احنا كنا قيلين ان الليبت بتاعته كويسة جدا صح فبالتالي ده بيساعد النوية تبنيتريت الناس انما هنا بقى ايه رأيك لو احنا اقدرنا كمان نزود في بعض الاحيان الووتر فلما هتزود الووتر تقدر تدي بشكل معين مثلا تمام بالذات لو حاجة اي في مثلا او تقدر تدي حتى اورالي لما بتاعته تبقى معقولة مقارنة بالليبد يبقى عندك تقدر تدي بشكل كبير او في بعض الاحيان التانية انت محتاج تزود اكتر شوية فتدي او كل دي تمام صليب الاكتر وحيط تزيادة دي ممكن تخلي المدة تطول شوية فالهاف لايف بتاعتك ما تبقاش قصيار قوي لانه هيقعد في الجسم فترة اطول نتيجة انه لبي صليب الاكتر فيقعد في السلم و الفوس بشكل اطول شوية فمدة تبقى اكتر فهمتو فبالتالي يبقى انت من خلال هنا بتقدر تتحكم تعمل من خلال المكان ده اللي هو الكربونيل تقدر تعمل للموضوع الصليبوليتي ده وبالتالي يعني ايه يعني تنوع اللي انت هتشتغل من خلالها للدوة بتاعك فبدل ما كان عندك الارتميزن انت مربوط قوي انت تديه مثلا بشكل انه هو يكون مثلا او 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 عادية عادية لا انت ممكن تدي الحاجات اللي اميون عليها الحقن الزيت اللي هي بتكون لها او الاخشن بتاح بيبقى اطول شوية او تديه بشكل اي في لو الوطر بتاعته احسن شوية فهمتو قصلي فبالتالي انت كده بتنوع الروت في الموجودة عندك من خلال من غير ما تأثر على المين اكتيفتي بتاعت الارتميزن كأنت ملاريا لإيه ايجنت تعالوا انشوف الكلام ده في السلايد اللي جاي هنا ده مثال حلو او شباب على حتة الارتميزن او الارتميزن وقدرنا نعرف من خلالها معلومات كتير جدا عنه وانطوره فمثلا عملنا حاجة مهمة اسمها للارتميزن يعني باستخدم هايدروجين وباستخدم لد الاتنين طبعا زي ما انتم عارفين من الحاجات التي تعمل ريدوكشن يعني قوية فالحاجات دي عملت عملت ريدوكشن لاندو بيروكسايد موتي لما دخلنا على الارتميزن ومن خلال المعلومة دي عرفنا ان الاندو بيروكسايد مهمة جدا للاكتيفتي تمام فدي حاجة معلومة اول معلومة عرفنا المعلومة التانية اللي عرفنا ان احنا لما استخدم سوديون بوروهايدرايد من الحاجات اللي ليها برضو بتعمل ريدوكشن خلاص ولكن ريدوكسين باور بتاعتها اقل شوية من وبالتالي اللي حصل ان الاندو بيروكسايد مويت يعني ما حصلهش مشاكل فضلت ثابتة زي ما هي وده مطلوب عشان الاكتيفتي بس حصل ريدوكشن الكربونيل جروب اللي موجود هنا واتفقنا ان الكربونيل لما بحصلها ريدوكشن بتتحول لالكول فتحولت لوقت لالكول لان دي كيتون فلما حصلها ريدوكشن تتحول لالكول على طول وده هنا ما حصل لاص الاكتيفتي يعني الاكتيفتي فضلت زي ما هي وده ميزة كويسة قوي بقى انا اقدر استغل الجديد اللي كونته فان انا اشتغل على الوقت دي وعمل منها وضل حصل فبدل ما تبقى خلتها مجازا الوقت سيمبل يعني رمز يمثل ايه الاردي ممكن تكون مثل ففي الحالة دي يعني يبقى الجروب اللي عندي في المكان ده تبقى OCH3 صح المكان اللي تحت هنا ده يبقى في المكان ده هيبقى عندي OCH3 او يكون عندي OCH5 يبقى كده دخلت جروب تانية خلص اسمها الاثل بدل المثل تبقى اثل فالأولاني الدريفتف الأولاني ده سمنا ART ميثر عشان مثل فسمنا ART ميثر والتاني ده سمنا ART اثر عشان الاثل فهمنا شباب ده اول حاجة طب ايه احتمالات تانية كده انا عملت انواع من انواع ايه الاثيريفيكيشن اثيريفيكيشن يعني خليت الجروب دي اثر بدل ما هي الاثل اثير او اثير او ان انا اخلي ده اéstر فبدل ما تبقى او CO يبقى اثير صح فبالتالي دخلت الان مراضي عشان اثير يبقى لازم ادخل اثير لان اذا اخلي اثير يبقى اثير فدخلت اسد اثير مشهور قوي اثير داب نستخدم اثير في الانشا ان الكمباوند بتاعك يشتغل كإنجيكشن أعمل منه ساكسينيت فهنا اللي حاصل كايفي يعني فبالتالي هنا بيقولك إيه أنا OCO بعدين CH2 هو ده الساكسينيك وبعدين COOH هو بيبعنده اثنين كاربوكسيلي جروبس فواحدة تفعلت عملت الاستر مع الOH وواحدة فضلت فري الفري دي أقدر أعمل منها سوديم سولت فبقى عندي إذا ما أنتم شايفين كده سوديم سولت أو ساكسينيت سولت وده اللي حصل اهو CO اللي دخلت على الOH وبعدين اثنين CH2 والCOONA ده سميناه سوديم أرتيزونيت فبقى عندي ثلاثة دريفتفز موجودين في السوق غير الأرتميزنين العادي حاجة اسمها أرتميثر حاجة اسمها أرتي إيثر حاجة اسمها سوديم أرتيزونيت يارب كده تكون الدنيا وضحت فيه برضو من الدريفتفز الموجودة اللي تكونت بدل من دخل CH2 دخلت فانل فبقى عندي في السوديم أرتيزونيت بس ده يعني مش يستخدم كتير ويمكن ما دخلش الماركت أصلا كله في الكلينيكال ترايلز معظمهم وبالتالي الاستخدامات الأساسية أو الدياتة دريفتفز المشهورين قوي هم تلاتة اللي قدامي دول الأرتيميثر والأرتي إيثر والسوديم أرتيزونيت طيب التنوع في الدريفتفز ده عمل تنوع كمان في الروتوف أدمنستريشن ليه؟ الأرتيميثر والأرتي إيثر من الحاجات اللي هي لايبوفيليك جدا عندها مثل أو عندها C2H5 دخلنا كربونز زيادة على الأرتيميزنين فأنت كده زودت الليبيد سوليبيليتي أكتر فتلاقي دايماً الدريفتفز دي نستخدمها Oily Injections مثلا تمام؟ اللي هي الحاجات اللي بتبقى الحقن الزيت اللي بنقول عليه تمام؟ أو نستخدمها Suppositories خلاص؟ طيب الميزة إيه؟ إيه الميزة إن أنا زود الليبيد سوليبيليتي إن أنت كده بتزود شوية T-Half الهوف لايف بتاعت الأرتيميزن اللي هو أصلاً فيها مشكلة وعشان كده لما كنا أخدنا في السلايد بتاعت الدوزينج كنا بنقول الأرتيميثر يعني حتى الفريكوينسي اللي انت بتشوفها بتاعت الدوزينج اللي هي 6 دوزز عند صفر وعند 8 وعند 24 الفريكوينسي ده تتعبر فريكوينسي معقولة جداً إنت لو استخدمت الأرتيميزنين بحالته العادية الفريكوينسي هتبقى أعلى من كده بكتير لأن الهوف لايف في الأوردر في إيه فده هيبقى مزعج جداً للبيشن أنه بيأخد جرعات كتير قوي تمام؟ إنما أنت في الحالة دي لما دخلت المثل أو دخلت الأثل في المكان بتاع اللاكتون فأنت كده زودت اللي بيت سوليبيلتي نوعاً ما قللت الفريكوينسي وخليت البيشن بيأخد 6 جرعات بس وده مش وحش فده أول حاجة الحاجة الثانية السوديم أرتيزونات السوديم أرتيزونات السوديم أرتيزونات أنت كده عملت سوديم سولت وطالما عملت سوديم سولت فأنت زودت الووتر سوليبيلتي المرة دي فبالتالي ده تلاقيه حلوة قوي بقى IV IV انجاكشنز حلوة جداً تأخذ IV انجاكشنز على طول فهمنا؟ وبرضو الأرتلينيت ده مثلاً تلاقيه أورالي كويس جداً ومع ذلك هو زي ما قلت لكم مش بيستخدم كتير إنما الأرتلينيت ده بتلاقيه أورالي معقول قوي الهايدروفليك لايفوفيليك بالانس بتاعه كويس جداً خلاص؟ يبقى كده احنا فهمنا الفكرة بتاعتنا مشية ازاي؟ فكرة الليبيد سوليبيلتي وفكرة الووتر سوليبيلتي ساعات ازود دي فاستخدمه فروتوف أدمنستريشن معين وساعات ازود دي واستخدمه فروتوف أدمنستريشن مختلف يارب تكون وضحت والاسلايدي دي من السلايدي المهم جداً اللي عايزكو تعرفوه كويس وتعرفو الأماكن اللي حصل فيها موديفيكيشن في الأرتميزنين ونتيجة الموديفيكيشن في كل مكان كان ايه؟ اللي سواء الاندو بيروكسايد او الكربونيل بتاعت اللاكتون هنا بس شبابنا حبي توريكو هو الأرتميزن برضو ده بيعمل ايه للبلازموديم يعني ايه اللي خلى الاندو بيروكسايد مودي دي مهمة قوي للأكتيفتي هتلاحظوها قوي هنا طبعاً مش هنذاكر الكلام ده قوي مش هنذاكر الديتيل دي ميكانيزم ولكن هشرح لكم ببساطة شديدة جداً هو ايه اللي بيحصل اللي بيحصل ان البراثايد طبعاً بتإنفيد الهوست سيلز واهم هوست سيلز بتشتغل عليها هي الاربسيز تمام؟ الاريثروسايدز تمام؟ ده بزداد في الجزء الاولاني من اللايف سايكل اللي هو بيكون في الدم ففي الاريثروسايدز البراثايد بيبقى موجود جوه دي الاريثروسايد اهيه البراثايد خلاص بقى إنفيدينج الاسل نفسها متطفل عليها بيبتدي يسحب النيوتريانس من الهوست سيل ده ده أهم موظيفة للبراثايد عموماً إنه بيتغز على النيوتريانس كلها والإمكانات كلها اللي بتكون هالو أو اللي بتطلحها الهوست سيل بشكل كبير فأهم حاجة جوه الاريثروسايد هي الهيموجلوبن فبالتالي يبتدي يروح على الهيموجلوبن ويبتدي يعمله دايجاشن بيبقى عنده البراثايد عنده حاجة اسمه دايجستف فاكيول اللي هي المعدة بتاعته يعني بيبتدي إنه هو يكسر أو يشتغل على الهيموجلوبن ده عشان يستفيد منه فبيبتدي يكسر الهيموجلوبن يطلع الهيم منه تمام جزء اللي فيه الآيرن تمام ويبتدي يحول أو يخزن الهيم ده في صورة حاجة اسمه هيموزوين يبقى الهيموزوين ده زي الستوريج فورم أوف هيم اللي بيكون البراثايد بيستخدمه أو بيخزنه عنده لغاية لو يحتاجه في أي وقت خلاص لقينا بقى ميزة غريبة جدا لقينا أن الارتمازن عنده هاي أفينيتي للهيموزوين ده يعني أول ما بيلاقي الهيموزوين ده في مكان بيبتدي يروح للمكان ده ويتجمع فيه فأنت كده ضمانت إيه الهيموزوين مش موجود في كل النورمال أربيسيز الهيموزوين موجود بس في الاربيسيز اللي حصل لها انفكشن ببلازموديوم وبالتالي كده انت بتضمن ان الارتمازن بيحصل له اكيوميليشن تجمع جوه جوه الانفكتد اربيسيز فاهمنا شباب ليه نتيجة انه عنده هاي أفينيتي للهيموزوين هاي أفينيتي للهيموزوين خلاص فبيروح يتجمع في الاماكن ده فعش هتلاقي جمع هنا كده هو موجوده خلاص وجود الارتمازنين جوه الخلايا من النوعية دي بيقابل طبعا حاجات كتير الديجستف فاكيول بتاعت البروسايت كده كده شغاله على طول عن هيموغلوبن وبتحول له الهيم فالهيم ده فيه ايرن تمام فالايرن ده على طول يعمل ايه يبدأ يعمل اكسيديشن رداكشن رأكشن مع الاندو بيروكسايد مويتي بتاعت الارتمازنين ونتيجة الكلام ده باختصار شديد طبعا بيطلع عمليات بتحصل عمليات كتير ولكن نتيجة الكلام ده بتكون حاجة مهمة جدا اسمها رأكتف اكسيجن سبيشيز رأكتف اكسيجن سبيشيز دي بتبدأ تعمل كيلينج للبروسايت سل فبتموت بشكل كبير وبالتالي الخلية بتبقى ما بقيتش اي مور او البروسايت اللي موجود ايه حصل له دف باختصار شديد جدا طبعا اشهر رأكتف اكسيجن سبيشيز بيطلع من الحكاية دي اللي هو الهايدروجين بيروكسايد كلنا عارفينه ميتر اوكسوجين فبالتالي دي بتطلع اللي هو الهتش تو او تو يبتدي يطلع وابتدي هو اللي يموت البروسايتك ايه سل ففهمنا ازاي عشان كده الاندو بيروكسايد لو ما كانش موجودة ما كانش الهتش تو او تو ده هيطلع وبالتالي ما كانش هيحصل دف للايه المكان اللي فيه الديجست فاكيول بتاعة البروسايت بيتعرض كتير جدا للهيم اللي هو فيه الايرن فيحصل ما بين الهيم وما بين الاندو بيروكسايد مويتي بتاعة الارتمازنين فيطلع ناتجتها الاتش تو او تو الاتش تو او تو يبتدي يكل البروسايت بشكل ايه كبير طبعا انا بحاول ابسط الميكانيزم خالص الميكانيزم لها دي تيلز اكتر من كده بكتير ولكن كفاية قوي ان احنا نعرف المعلومات اللي انا قلتها دي كده احنا خلصنا الحمد لله السيسكويتربيين لاكتونز دلوقتي احنا نبتدي نتكلم على المجموعة التانية من البيتر برينسبلز اسمها عشان ما انتهشي احنا كنا شغالين في حاجة اسمها التيربينويد بيترز دي اول سب كلاس من البيتر برينسبلز واتفقنا لها ساعتنا نسميها بيتر برينسبلز وساعتنا نسميها بيترز هي هي نفس الفكرة فاول سب كلاس كانت التيربينويد والسب الكلاس التانية كانت الننتيربينويد في التيربينويد استنناهم يقول نحن هناخد مجموعتين اساسيين السيسكويتربيلاكتونز ودولتتكلمنا عليهم اخذ عليهم مثال والبرتينوه ودلوقتي بنتكلم على التيربينويد بقة التيربينويد عندهم 6 ايزوبرين وبالتالي عندهم 30 كاربون ايه اتومس ده المشترك ممكن يكونوا ايه بقى ممكن يكونوا تتراسايكليك وممكن يكونوا بنتاسايكليك تتراسايكليك يعني عاملين كم رنج عاملين 4 رنج بنتاسايكليك يعني عاملين 5 رنج هنلاحظ حاجة غريبة جدا ان لما يبقى عندك بنتاسايكليك ترايتر بينويد ده غالبا بيكون السابونين فدي كلاس مختلفة خالص ما بيكونش ديها بيتر تيست اما لما بتكون تتراسايكليك يعني 4 رنج بيبقى عندك الترايتر بينويد بيتر اللي هو بيتر بينسبل او اللي هو يعتبر له بيتر اي تيست يمكن اشهر حاجات في المجموعة دي حاجة اسمها الكيوكوربيتاسينز وحاجة اسمها الكواصينويدز حاجة اسمها الليموينويدز انا هكلمكم هنا في المحاضرة على كلاس من الكواصينويدز اسمها البروسيو لايتز دي اللي هنتكلم عليها النهاردة خلاص مش هنتكلم على حاجة تانية البروسيولايدز بس هي دي اللي حنتكلم عليها في المحاضرة بالنسبة كمثال للترايتر بينويد اي بيتر برينسبيس البروسيولايدز هي مجموعة زي ما قلتلكوا أو هي تعتبر كلاس من الكواسينويدز اسمها تمام اللي هي موجودة في الكواشيا لو فاكرين الكواشيا وود كنا بنستخدمها كأنثلمنتيكس أو طارد للديدان أو كده فهي كلاس من الكواسينويدز موجود في نبات اسمه البروسيا جيفانيكا فاملي سيما روبيسي مش هنحفظ مش هنعرف الكلام ده بنجيبها عادة من الفروتز والليفز بتاعت النبات تعالوا بس نتكلم بقى عليها ونشوف اهمية الكلاس دي في ايه لو جينا نشوف البروسيولايدز زي ما قلتلكوا يا كلاس من حاجة اسمها الكواسينويدز وفي الاخر سواء كواسينويدز أو بروسيولايدز فاحنا بنتكلم على حاجة اسمها ترايتر بينويد ترايتر بينويد يعني 30 كاربون اتوم دي اول بروبرتي الحاجة التانية تترا سايكليك يعني فور رينكس تمام الرينكس دي غالبا كلها بتكون سيكس ميمبرت يعني كلها عبارة عن ستة كاربونس او يعني فيها ستة اتومس الحاجة التالتة المميزة جدا انه هتلاقي الرينج منتعة الرينكس برضو مميز يعني هتلاقي عندك تلاتة بيكونوا في صف واحد لينير كده خلاص والرينج الرابعة هي اللي بتكون يعني موجودة في لين مختلف او موجودة في لين مختلف عنه خلاص فدي حاجة برضو مميزة من ضمن الحاجات المميزة جدا انه عندها لاكتون فهتبقى شبه السيسكويتربيل لاكتون فاكرين انترنا الاستر هاي ادي كاربونيل مع الايه مع الاكسجن فهي شبه السيسكويتربيل لاكتون طب انا اقدر اميزها ازاي عن المركبات اللي اخدناها قبل كده ما هو جزء برضو من الشرح ان انا لازم اساعدك ان انت تتعرف على الستركتر فحتلاقي مثلا ان احنا الامثلة اللي احنا اخدناها قبل كده كان البراثينولايد مثلا صح البراثينولايد عنده مستين مهمين اوي اول حاجة انه عنده تورينج بس رينج كبيرة اللي هي عبارة عن كأنها تور فيوزد سايكليو اكسينز بس الدابل بوند اللي موجودة ما بين التورينج متشالة ورينج تانية صغيرة اللي هي البراثينولايد والحاجة التانية في البراثينولايد انه كان عنده ايباكسي رينج لو فاكرين ايباكسي رينج مشهورة جدا خلاص عم ببين كاربون 4 وكاربون 5 ها دي اللي بتميز قوي الستركتر بتاع البراثينولايد الارتميزلن سهل قوي ان انت تعرفه من الاندو بيروكسايد موتي بتاعته فبتاقي ده سهل جدا التالت بقى اللي هو اللاكتون التالت اللي احنا اخدناه هو ده فيش غيره اللي هو البراثينولايدز تمام عنده زي ما انتو شايفين الرينج دي فيها اللاكتون بشكل واضح جدا من ضمن برضو الحاجات اللي اتميزك اوي في البراثينولايدز من الحاجات المميزة اوي انها عندها C8 هايدروكسيمياثل شايفين الـ C8 دي دي كاربون 8 هايدروكسيمياثل يعني ايه يعني C stayingchar existe بس الحقيقة انها C2O ورح اتمسكة في كاربون انهي كاربون عام snake exists تمام المفروض هنا يكون في اوه وخلاص لا الوه دي راح اتعامل لبوند ايثرفكاشن مع كربون 13 فبقت اوه في بقى كأنه بقى فيه ايه ايثر فانكشن تانية هنا بدلا ما تبقى سي اتش تو اوه ويبقى الكل بقت سي اتش تو اوه و سي فبقى كده ايثر السي بقى انهي دي دي سي 13 خلاص ودي انهي دي سي 8 يعني كأن عندي من كربون 8 لكربون 13 في عندي بريدج في عندي بريدج موجودة ما بين عندي جسر موجود ما بين الجسر ده عبارة عن الـ CH2 والـ O الـ CH2 اهي ادي اول اتم والـ O اهي تاني اتم والبرج اهي دي البرج اللي مسكة ما بين الـ 2 كاربون ايت وكاربون ثرتين فديه من الحاجات اللي بتميز قوي الـ structure بتاع البروسيولايتز طيب البروسيولايتز بقى دي عبارة عن يعني ما يجينا نشوفها كده هنلاقي انها عبارة عن 2 كلاسز هنتكلم الاول دلوقتي على كلاس وان طب ليه مقسمينهم لاننا لاحظنا ان فيه فرق في الـ structure ما بين الـ 2 كلاسز دي حاجة وفيه فرق جامد جدا في الـ activity ما بين الـ 2 كلاسز فده اللي خلينا نقسمها لـ class 1 بروسيولايتز و class 2 بروسيولايتز تعالوا نشوف class 1 class 1 اللي حاصل فيها class 1 عندي parent compound parent compound يعني المركب الاساسي اللي بيكون موجود كده كده وبيحصل عليه modification من النبات النبات يبتدي يعمل modification ويكون class 1 parent compound بتاعي اللي هو البروسيولايتز الكل اللي هو قدامي ده ده الـ parent compound بروسيولايتز الكل ليه لان C15 carbon 15 عليها OH group زي ما انتوا شايفين كده فده الكل secondary الكل عادي جدا تمام ايه بقى اللي بيحصل النبات بيبتدي عشان يكون class 1 من البروسيولايتز دي يبتدي بالـ parent compound اللي هو البروسيولايتز الكل ده ويبتدي يعمل عليه esterification على الـ OH اللي في carbon 15 esterification يعني بدل ما هي تبقى OH تبقى OCO وده اللي حصل هنا OCO دخلت الاستر وايا كانت بقى الـ R اللي موجودة هنا مش هتفرق معايا هي عبارة عن ايه عدد من الكربونز مش تفرق هي شكلها عامل ازاي المهم انه بقى عندي استر جروب عند carbon 15 يبقى دي اول مجموعة اول ما تشوف بروسيولايت عنده استر جروب عند الـ C15 ومهم ما قوي تبقى عارف الـ C15 دي فين سهلة قوي next للكربونيل بتاعت اللاكتون فهي الالفة بتاعت الكربونيل بتاعت اللاكتون فهي مش هتبقى مش هتبقى مش هتبقى تحفظها هي اول كربون next للاكتون على طول تمام فبتالي ديلعوا عليها وقتش فاضية يبقى دا الـ parent compound lor brosheolide alcohol مش هو دا اللا انا بتدور عليه دا الـ starting material اللي اللي النباتة عادة بيعمل عليها reaction ويحولها لأستر في class 1 وبالتالي يبقى عندها class 1 brosheolides فهمنا؟ تعالوا نشوف الفكرة بتاعت الاستر دي فرقت معي قد ايه في الشغل بتاع المركب ده لاحظنا ان احنا لما بدأ النباتة يكون الاستر في المكان ده عند الـ C15 تمام فبقى عندي استر الاستر دي خدمتني بشكل كبير جدا فان النباتة قدر يكون عدد كبير من مركبات الاول مبدئيا فبقى عندي هنا حسب الـ R اللي موجودة بتختلف من مركب للتاني وبالتالي بقى عندي مركبات مختلفة بقى عندي حاجة اسمها البروسيانتن بقى عندي حاجة اسمها البروسيانتينول بقى عندي حاجة اسمها البروسيانتارين تمام حسب الـ R اللي موجودة هنا بنزويت هنا الكايل هنا الكايل مختلفة عن الالكايل اللي موجودة هنا فهمتوا زي فبعندي different derivatives النبات بيقدر يكونهم من نفس من السيريس دي عش كده بعندي أكتر من مركب أشهر مركب موجود فيهم ودلوقتي يواصل لclinical trials هو البروسيانتن ده أكتر حاجة إيه هنتكلم عليها تمام البروسيانتن هو الأستر أنا برضو مش عايزك تعرف الside chain دي عبار عن إيه المهم في الآخر أن أنت تقدر تتعرف أن ده تبع البروسيولايتس من خلال الأربعة رينجز ومن خلال البرج اللي موجودة بين الـ C8 وC13 وبالتالي أنا في الآخر لو شفت أستر عند C15 فأنتعرف أنه هو اسمه بروسيانتن مش مطلوب منك ركتر من كده خلاص لإيه لأن أنا مش هجيب لك دول يعني مش طالبهم منك عشان تسهيلة يعني فيبقى البروسيانتن هو ده المركب اللي حتى بتدور عليه عرفنا منين أنه هو بروسيانتن C15 بتاعته لازم يكون فيها أستر إيه جروب خلاص طيب تعالوا نشوف الميزة بتاعت دخول الأستر عند كاربون 15 بتعمل إيه في الأكتفتي بدأنا نعمل حاجة مهمة لقينا أن البروسيانتن ده واحد من البروميسينج كومباونز اللي بتشتغل كأنتي كانسر إيجنس بشكل حلو جدا وإن الأنتي كانسر أكتفتي بتاعته بتعتمد على وجود الأستر يعني الأستر هنا مهم جدا للأكتفتي عش كده بقول لكم يعني لما نيجي مثلا نشوف البروسيولايد ألكول اللي هو الألكول الأساسي اللي كان عند C15 هنا و أتش جروب فري هلاقينا ما عندوش أكتفتي بس دخول الأستر في المكان ده في حالة البروسيانتن مثلا خلت المركب ده يقدر يوصل لكلينيكال ترايلز في الكانسر دلوقتي أو كأنتي كانسر إيجنس فتعالوا نشوف عشان نعرف الكلام ده أو نفهم الكلام ده يبقى لازم نعمل إيه؟ ندرس الاس اي ار فهنا في الستراكتشور اكتيفتي بيتقول لك إيه؟ بتقول لك أن انت كاربون 2 و كاربون 3 لازم يكون فيها مجموعة اسمها اللي هي اللي قدامنا دي أن يبقى عندك كاربون عليها كاربونيل جروب والكاربون اللي جنبها على طول عليها أو اتش جروب ده اسمه دايس فينل تمام؟ فالمجموعة دي لازم تكون موجودة مهمة جدا للأكتيفتي الحاجة التانية الأستر اللي أنا قلت لكم عليه أن الأستر اللي عند C15 ده مهم جدا للأكتيفتي خلاص؟ ومش بس أستر ده قال لك يفضل كمان أن يكون فيه عندي ألفا بيتا عن ساتيوريشن على الأستر ده يعني الأستر هو عبارة عن OCO طب الكاربون اللي نيكست للكاربونيل بنقول عليها ألفا واللي بعدها بنقول عليها بيتا فلازم يكون ما بين الألفا والبيتا فيه دابل بوند دابل بوند دي مهمة برضو للأكتيفتي جدا خلاص؟ عشكده بيقول لك ألفا بيتا عن ساتيوريتد جروب وهو هنا رح مرقم السايد تشين دي بالداش خلاص دي وان داش تمام؟ ودي تو داش ودي ثري داش وهكذا فهمنا؟ الحاجة الثالثة أنه لازم يكون عندي لكتون اللكتون برضو من الحاجات المهمة قوي أنها تكون موجودة عشان لإيه؟ الأكتيفتي فأنا لوجبت لك الستركتشر بتاع البروسيانت المهمة قوي أن تتبع عرف تتعرف عليه وعرفنا زي نتعرف عليه من البرج بتاعت السي 8 والسي 13 مع بعض مع الستركتشر نفسه اللي هو التترا سايكليك الحاجة الثانية مهم جدا تبقى فاهم أنه عشان يبقى بروسيانت اللازم يكون عنده أستر عند C15 وأن فيه ثلاث حاجات أساسية هي اللي خلت المركب دا ينفع يشتغل كأنتي كانسر ايجنت وجود اللكتون وجود الأستر عند C15 وجود الدايس فينل ما بين كاربون 2 وكاربون ايه 3 تعالوا بقى نفهم إيه اللي خلى الأستر جروب مهم قوي للأكتيفتي كده لدرجة إن البروسيولايت اللي هو البييرنت ألكول اللي هو كان عنده OH جروب عند كاربون 15 ما كانش شغال خالص كأنتي كانسر ايجنت تعالوا نشوف لاحظنا حاجة جميلة جدا إن كلاس 1 بروسيولايت دي وجود الأستر بيخدمك في حاجتين الحاجة الأولانية بيشتغل كدليفري مان دليفري مان يعني ايه يعني هو اللي بيوصلك المركب بتاعك للكانسر سل للتيومر سل كارير كارير يشلك المركب ويودهولك للكانسر سل يبقى وجود الأستر هو اللي خلى المركب يقدر يطارجت الكانسر سل كارير جروب منو عليه مش بس كده ده كمان وانتس إنها دخلت جوه الكانسر سل الأستر جروب دي هي اللي بقيت انفولفد في عملية الانتر اكشن مع التيومر سل ازاي؟ المركبات دي لقينا إنها جوه تيومر سل بتشتغل كحاجة اسمها دي DNA الkylating agents DNA الkylating agents يعني ايه يعني بتعمل الkylation للDNA بتاع تيومر سل وبالتالي بتموت الكانسر سل برضو مش فاهمين يعني ايه؟ لاحظنا انتوا عارفين ان الDNA يعباره عن basis DNA base pairs صح؟ فمن ضمن الbase pairs دي او من ضمن الbasis اللي موجودة هي الجوانين الجوانين basis اللي قدامنا دي خلاص الجوانين بيكون عندها NH واضحة جدا تمام؟ تقدر انها تعمل hydrogen bonds بسهولة قوي وبالتالي وجود البروسيانتن بالشكل اللي هو الاستر بتاعه اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو عند C15 هنا دي C15 اهي؟ تمام؟ عند C15 هنا في الكربونيل الموجودة او الاستر الموجودة فبقى عندي هنا لوم بير في الكربونيل دي ما كانتش موجودة في الOH العادية الOH العادية ما عندهاش الكلام ده او حتى لو عندها الOH في بتشتغل اكتر كhydrogen bond donor مش acceptor خلاص؟ لو انتوا يعني عارفين الحكاية بتاعت الhydrogen bonding دي المهم فبالتالي الOH هنا بتقدر انها تعمل hydrogen bond مع اللوم بير بتاعت الايه؟ بتاعت الاستر يعني كده من الاخر انا قدرت اخلي المركب بتاعي اللي هو البروسيانتن يمسك في الDNA باختصار يعني بدون مش لازم تعرفوا التفاصيل دي قوي اللي هو بيمسك في الجوانين يعني المهم تبقى عارف ان هو كده بالشكل موجود الاستر خلت المركب بتاعي يقدر يمسك في الDNA بتاع الكنسر سيل وبتالي طالما مسك في الDNA بتاع الكنسر سيل البروسيس بتاع التحويل الDNA لبروتين هيحصل لها انتروبشن تمام؟ ازاي؟ المفروض ان الطبيع ان الDNA بيحصل له ترانسكريبشن في الظروف العادية ويتحول الRNA وبعدين الRNA يحصل له عن طريق ترانسليشن يتحول البروتين تمام؟ جوه الكنسر سيل لما انا دخلت البروسيانتن هو دخل مسك في البيس بيرز اللي موجودة هنا في الDNA عمل انتروفيرنس مع عملية الايه؟ الكويلنج الكويلنج بتعدين ايه ما بقاش مظبوط وبالتالي عملية الترانسكريبشن لRNA مش هتتم بشكل صحيح الRNA اللي طالع مش هيحصل له ترانسليشن بشكل مظبوط للبروتين الصح بتاع الخلية دي وبالتالي الخلية بتاعت الكنسر يحصلها ايه؟ يحصلها دث لان البروتين اللي هي المفروض تطلعهم وبقيتش بتطلعوا وبالتالي يحصلها ايه يحصلها دث يبقى كده عملنا بلوكينج للبروتين فونكشنز بتاعت الايه الخلية او بتاعت الكانسر سل بشكل كبير فاهمنا يا شباب؟ واضحة؟ يبقى زي ما قلتلكم يبقى نقدر نقول ان الميكانيزم هناك دي ان ايه؟ الكايلاتينج ايجنت هي عملت انتروفيرنس مع عملية تكوين البروتينز او البروتين سانسيسز من خلال ايه؟ من خلال انها عملت الكايلاتين للدي ان ايه عند النيتروجين اتم بتاعت الجوانين لان الجروب دي لما دخلت كده كانها دخلت الكايل جروب اللي هو المركب كله عبارة عن الكايل كبيرة فالالكايل جروب دي دخلت على دي ان ايه؟ وبالتالي عملت بلوكينج للبروتين ايه؟ سانسيسز او تكوين البروتينز الصحيحة للكانسر سل دي عشان تقدر انها تعيش وبالتالي الكنسر سل بتموت خلاص؟ ده بشكل بسيط جدا او بطريقة بسيطة ازاي البروسيانتين ده بيشتغل كأنتي كانسر ايجنت واهمية الاستر جروب سواء ككارير انها تحملك المركب توادي جوات يومر او كانسر سل وبعدين بعد كده كمان تتفاعل او تعمل بايندينج مع دي ان ايه بتاع الكانسر سل وبتالي تنترفير مع البروسس كلها بتاعت الترانسكريبشن وترانسليشن اللي توصلك في الاخر البروتين المهم للخلية عشان يحصلها سيرفايفل كده احنا خلصنا كلاس 1 بتاعت البروسيولايتز تعالوا بقى نشوف كلاس 2 فاكرينا ما قلنا ان احنا حيبقى عندنا فيه اختلافات مبين كلاس 1 وكلاس 2 هتفرق جدا من كيمستري وحتفرق كمان في البيولوجيكا الاكتيفتي او الاستخدام الطبي فلاحظنا في كلاس 1 ان الحاجات اللي كانت تميزها ان عندي التترا سايكليك ترويتر بين عندي الايثر بريتش اللي هي البريتش اللي موجودة مبين سي 8 و سي 13 تمام وعندي استر جروب عند سي 50 ده كان البروسيولايتز صح كده واللي هو كان اشهر مسال عليه البروسيولايتز صح واستخدامناها كأنتي كانسر ايجنت تعالوا نشوف هنا ايه اللي حصل في بعض البروبرتز فضلت موجودة في كلاس 2 وبعض البروبرتز ما بقتش موجودة اهم بروبرتز فضلت موجودة اللي هي بتعرف منها البروسيولايتز عموما هي فكرة البريتش البريتش اللي ما بين السي 8 وما بين السي 13 شايفين كربون ايه تهيه وكربون 13 في بريتش هنا هي اتنين اتنين اتومس واحدة كربون واحدة ايه اكسيشن اللي اتفقنا عليه فالبريتش دي فضلت موجودة زي ما هي اهم ميزة بتميز الكلاس 1 هي الاستر الاستر اللي موجودة عند c15 اللي هي الكاربون اللي نكست الكربونيل بتاعت اللاكتون على دول وقلنا الاستر دي دخولها بيحول البروسيولايد اللي هو البرانت الكل بيحولها للبروسيانتن او اي دريفة تفتاني اللي هو بيكون ليهم انتي كانسر ايه افكت فيبقى كلاس 1 بتعرفها دايما من وجود الاستر عند c15 كلاس 2 ما عندهاش الاستر دي فده اهم فرق ما بين 2 classes خلاص؟ هتقول لي طبعا كده لما ما شوفش الاستر ما ممكن يكون المركب اللي عندي بروسيولايد اللي هو البرانت الكل ده المركب اللي النبات بيبدأ منه يعمل يا اما كلاس 1 يا اما كلاس 2 فهمتو؟ فبالتالي انا كده ممكن اتلغبط لما شوف الاستر عند c15 افتكرو بروسيولايد اللي هو البرانت الكل ده كلام منطقي جد عشان كده لازم اديك فرق تاني فالفرقات اللي موجودة ما بين الاثنين انا معلم لكم عليها هنا بالاسهم الحامرة دي ده الفرقات اللي هتكون موجودة ما بين البروسيولايد اللي هو البرانت الكل اللي هو موجود عندي هنا ده وما بين المركبات بتاعت class 2 اللي هي امثلة عليها هنا البروسين دي والبروسين ايه دول اشهر مثالين على class 2 من البروسيولايد طبعا احنا مش هنح小時 نحفظ الاماكن دي كله فحنا نعرف فرق واحد بس ايه الفرق؟ ان في البروسيولايد اللي هو البرانت الكل بيكون عندي ديسفينول الفاكرين الديسفينول اللي هو عنده كربون 2 وكربونيل وكربون 3 بتكون OH جنبها على طول أول ما بتبتدي تشوف كلاس 2 بروسيولايز الOH دي بتختفي تماما بتبقاش موجودة خلاص فزي ما انت شايفين هنا ببقى عندك كربونيل بس من غير الOH في كربون A3 كفاءة قوي ان انت تعرف الفرق ده وبالتالي باختصار شديد جدا انت أول ما بتشوف التترا سايكليك بالبرج بتعرف ان انت عندك البروسيولايز سيريز بتفكر انت كلاس 1 ولا كلاس 2 ولا البيرنت كومباوند الكلاس 1 الـ C15 بتاعتها عندها أستر كلاس 2 الـ C15 بتاعتها ما عندهاش أستر تمام وبالتالي لو ما عندكش الأستر ممكن تشكل انت عندك البروسيولايز اللي هو البيرنت ألكل تعرفهم ازاي من بعض البيرنت ألكل عنده دايسفينل عند 2 و3 وعرفنا يعني كلمة دايسفينل دي أما الكلاس 2 دايما بيكون عنده كربونيل بس عند كربون 2 ويزاوت أني أواتشز عند كربون A3 ده باختصار شديد اللي أنا مشاور عليه كل دي فرقات هتكون موجودة ما بين البروسيولايز كبيرنت وبين البروسين دي والبروسين A كامثلة على الكلاس A2 الفرقات في الكامس 3 دي فرقت جدا في الـ C15 نتيجة عدم موجود الأستر ما بقاش عندي خالص anti-cancer مش بس عدم موجود الأستر ده كمان عدم موجود الديسفينل الفاكرين قلنا الديسفينل من الحاجات المهمة جدا للـ anti-cancer effect فبالتالي ولا الديسفينل موجود ولا الأستر موجود فبقاش عندي في المركبات اللي هي البروسين D والبروسين A anti-cancer effect بس بقى عندي anti-malarial activity كويسة جدا تمام؟ ما تقلش أبدا بقى أي حال من الأحوال على الارتميزنين وبالتالي عندي significant anti-malarial activity with no anti-cancer A effect خلاص؟ فدي من المركبات الحلوة برضو قوي اللي هي class 2 بتشتغل كanti-malarial class 1 بتشتغل كanti-cancer بكده احنا خلصنا أول class أو أول خلينا نقول subclass من البتر principles وهي التربينويد بتر اللي كان فيها تربين دلوقتي بقى هنبتدي نتكلم على non-terpenoid bitters اللي هي ما بقاش فيها تربين خلاص غالبا هنا بتشوف أكتر aromatic rings فبتدي تشوف aromatic ring موجودة ويبقى عندك functional group على أساسها بنبتدي نقسم أو نعمل classification للnon-terpenoid bitters دي فمثلا ممكن نلاقي phenyl phenolic group فساعتها يبقى عندك phenolic non-terpenoid bitters ممكن يكون عندك مثلا حاجة اسمها كومارين أو كرومون مشهورين قوي لاتنين دول ما رفش سمعت عنهم قبل كده ولا لأ الفرق بينهم بسيط قوي اللي يبقى عندهم benzine ring تمام وبيبقى معها حاجة اسمها pyron pyron تعرفين الpyran pyran كلمة pyran دي معناها six-membered ring فيها oxygen زي دي كده تمام بس كلمة pyron في بال-o يبقى معناها ان الpyran بيكون معها كربونيل في نفس الرنج ممكن ان الpyran تكون alpha للأكسجن يعني عند الكربون alpha اللي جنبها على طول وممكن تبقى عند الكربون gama هنا انتوا عارفين دي بيتا وديح تبقى gama فممكن تبقى عند الكربون gama gama يعني في حالة الpyran سميها alpha pyron لاني الكربونيل next للأكسجن على طول وفي حالة الpyran اقول عليها gama pyron يبقى الكربونيل بعيدة خلص عن الpyran او نقول عليها para للأكسجن para للأكسجن ففي الحالة يقول عليها gama pyron طب ايه مرخص الحكاية يعني اننا لو البنزين ring دخلت على alpha pyron يبقى هنا بقى عندي بنزين فبقى عندي زي المنظر ده كده benzo alpha pyron ده بسميه كومارين اما لو البنزين ring دخلت على gama pyron فبقى عندي حاجة اسمها كرومون فهمتوا شباب ده الفرق بين كلمة كومارين وكلمة ايه كرومون يارب تكون وضحت خلاص وفي ما عندي بعض ان يوكليستانيا زي الكومارون مثلا الكومارون ده عبارة عن بنزوفيوران تعرفين الفيوران اللي هي five member drink فيها ايه فيها اكسجن بالشكل ده دي اسمها فيوران ومعها بنزو فالبنزوفيوران بنسميها كومارون فانتبع عندك ترات حاجات كرومون كومارين كومارون مهم انتبع عارف برضو الفرق بينهم شوية الكرومون زي ما قلتلكم الكرومون والكومارين هم عبارة عن بنزو بايرون خلاص ممكن البايرون ده يبقى الفا في الحالة دي اقول عليه كومارين ممكن البايرون ده يبقى جامع في الحالة دي اقول عليه كرومون خلاص اما بنسبة للكومارون فده عبارة عن بنزوفيوران خلاص مش يا شباب تمام وعندنا بقى الانهايدرايد مش هنتكلم عليها كتير انتوا عارفين الجروب تاعت الانهايدرايد اللي هي cdoblbundoo cdoblbundoo تمام دي اسمها انهايدرايد جروب وده تلاقيها دايما في بعض الان مركبات برضو قليل منها اللي بيبقى ادوية بتبقى استخدامات عادة اكتر انسكتي سايدر وحاجات بالشكل ده تمام يبقى مبدئيا كده الاختصارا يعني احنا عندنا بالنسبة للننتر بينويد بيترز مجموعات كتير حسب الفاونجشن الجروبس بتاعتها مهم قوي تبقى عارف يعني اي كومارين يعني اي كرومون يعني اي كومارون خلاص تمام والفينوليكس طبعا معروفة اللي هي البنزين رينج اللي بيكون عليها اوهاتش اول مجموعة اللي بتدي نتكلم عليها اللي هي الفينوليك بيتر برينسبلز المجموعة اللي بيكون عندها فين ونحن ناخد مثال عليها مشهور قوي اسمه السينارين تعالوا نشوفه سوا السينارين احد اهم المركبات اللي بتطلع من الليفز بتاعت الارتي تشوك او الخرشوف زي ما احنا عارفين اللي هو السينارا سكاليمس فامني كومبازيتا مش مهم قوين يعرف الاسم العلمي يعني ولكن بعرفين انه بيجي من الارتي تشوك تمام ومن الورق بتاعه من الليفز بتاعته السينارين من الحاجات اللي بيقول عليها كافيك أسد ديريفاتيفس وكلمة كافيك أسد دي هتقول لك على طول ليه هو فينوليك ليه كافيك أسد هو عبارة عن بنزين رينج عليها اتنين اوهاتش جروبس تمام بس طبعا مش لوحدهم بيكون معها سايدة شين طبعا هنا كده وفيها سي اوهاتش في الاخر وعادة السايدة شين بيكون فيها دابل بونت خلاص فده ده ده شكل الاستراكشور فلما تيجي تشوف الكافيك أسد هنا في الاستراكشور بتاع السينارين هتلاقيه هو ده شايفينه كده عشان نبقى اي دقاقية هو المنظر ده تمام اللي هو البنزين بالاتنين اوهاتش عشان كده قطل لكم عليه اتنين اوهاتش دي مميزة اوي عشان كده هو فينوليك وبعدين عندك سايدة شين فيها كربوني الجروب اللي هي الكربوكسيلي الجروب فعليا ده كان اصله سيدا بالبوند اوهاتش فاللي حصل ان الكافيك أسد ده راح عمل استر مع مركب تاني موجود جوه نفس النبات اسمه الكوينيك أسد او الكوينيك أسد خلاص الكوينيك أسد بيتفاعل من خلال الاواتش اللي موجودة عند كاربون 1 وكاربون 3 فبالتالي بيقدر يعمل ايه بيقدر يعمل 2 أسترس واحد هنا والتاني هنا فبعندي كافيك حيخش في المكان ده وكافيك تاني حيخش في المكان ده عشان كده سمينها ايه 1 3 داي كافويل كافويل يعني اتنين كافيك داي كافويل كوينيك أسد داي طبعا يعني اتنين وكافويل يعني كافيك والكوينيك أسد هو الاساسي هو المركب الاساسي اللي كان موجود اللي حصل عنده استريفيكيشن من خلال الواتش بتاعت كاربون 1 والواتش بتاعت كاربون A 3 ده بنعرفه ازاي برضو لما بيجي لي استركشورز ده في الامتحان ان انا بركز قوي ان انا بشوف شكل الكافيك اسدي لازم اكون عارف شكل الكافيك الكافيك اللي هو بنزين واثنين قوياتش زي ما قلتلكم عندك سايد تشين فيها حوالي واحد اتنين تقريبا كاربون غير الكاربوكسيلك ايه جروب اللي في الاخر وبتشوف اللي تشين دي متقررة مرتين ادي مرة هي ودي المرة التانية هي شايفنا نفس اللي تشين هي هي فبتكون مميزة قوي حتة الدايكافويل دي الاثنين كافيك اسد مويتز اللي داخلين عاملين استر جروب مع الاواتش جروب بتاعت الكوينيك اسد اللي هي موجودة عند كاربون 1 وكاربون ايه وكاربون 3 هشكسم منها 1 3 دايكافويل كوينيك ايه است اتسا داي استر يعني عندي اتنين استر جروب موجودين طب تعالوا شوف مع المركب ده اهميته ايه يمكن الاستخدام الرئيسي للسانر ان الشباب بيكون في موضوع الليفر وهنا في الليفر بيبقلو شقين شق متعلق بالمانجمنت ودليفر بروblemز وشق تاني متعلق بالبروتكشن ودليفر نفسه وعشان كده بيبقى مفيد او بننصح بيه جدا للبيشنس او للناس اللي عندها فاميلي هستوري اوف ليفر ديزيزز يعني عندها مشاكل اصلا في العيلة في موضوع الليفر ده انهم يفضل انهم يمشوا على حاجة زي كده كبروتكتف ايجنت للليفر يحافظوا على الهيلثي ليفر دايما طول الوقت وحنشوف الفكرة بتاعت فكرة الليفر بروتكشن بتمشي ازاي في الحالة دي الفكرة التانية فكرة المانجمنت ان يبقى عندك مشاكل او ديزيزز موجود سببه خلل في الليفر بشكل او باخر وبالتالي ابدأ اديه في المانجمنت المانجمنت هو بيشتغل اكتر سيمتوماتيك يعني بيشتغل على السيمتوم السيمتوم عادة في الليفر ديزوردرز بيكون الجوندس تمام وطبعا الجوندس هو عرض وليس مرض زي ما قلنا هو سيمتوم السيمتوم ده هو عبارة عن يالو ديسكالريشن بيبقى في الاسكن بيبقى في الايز اللي هي الكونجاكتايف بتاعت الاي المهم انه بيبقى فيه لون اصفر تمام طبعا اصفر ده سببه هو البيليروبن البيليروبن ده زي ما انتوا عارفين هو عبارة عن مركب بينتج من عملية الكاتابوليز وعملية الهدم بتاعت الاربيسيز الاجد اربيسيز اللي عندنا جواها جسمنا بتتدي تتكسر هي جواها بيكون فيه ليلو بيجمين ده بيبقى يلوش براون بيجمين ده 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 المسؤولة حتى عن لون اليورن ولون الستولز بشكل كبير فالبيليروبن ده المفروض ان ده مش حاجة كويسة بالنسبة للجسم وبالتالي وجودها في الدم بيبقى خطر فلازم الليفر يعمل لها كليرنس يطلعها من الدم يعمل لها كليرنس من الدم اللي بيتخزن جوا الجول بلاتر المهم ان هو ما تبقاش موجودة في الدم بنسبة عالية فلما بيحصل خلل في البروستس دي في البروستس دي بتاعت البيليروبن من الدم يبتدي البيليروبن يعلى وبالتالي عليانه في الدم ده يعمل يعمل السمتوم زي اللي انتوا بتشوفوه اللي هي الالو ديسكالوريشن والكلام ده اللي يبنوا عليها بالعربي الصفرة اللي هي الجوندس فمن ضمن المانجمنت اللي احنا ممكن نعمله ان احنا بندي في حالة الجوندس او في الحالات اللي زي كده مانجمنت للسامتوم خلي بالكم ان انا بحاول اقلل بس البيليروبن اللي موجود في الدم بعمل ايه اقوم بحط مدي حاجة اسمها الكولوراتيكس الكولوراتيكس بيبقى زي من ضمنها السينرين بيبقى عنده يعني بيزود السيكريشن أوف دي بايل فرم دي ليفر تمام واكيد انتوا سمعتوا كلام ده ممكن قبل كده السيكريشن أوف دي بايل فرم دي ليفر وبالتالي عملية زيادة السيكريشن بتاعت البايل من الليفر هي دي المصنع الليفر هو اللي بيكون البايل كلها ليعبار عن كوليستيرول ميلي وبايل اسيدز تمام فبالتالي انت كده بتنشك انك مجازا كده بتنشط الليفر تاني فانت بتزود القدرة او شغل الليفر فبتدي الليفر يبدأ يعمل كليرنس للبيليروبن اللي موجود في الدم ازاي هو الليفر دلوقتي لما بيزود السيكريشن بتاعت البايل البايل اللي طلعه بتبقى كتيرة جدا تمام بما فيها من بايل اسيدز وحاجات كويسة بيبتدي الليفر يبدأ يسحب البليروبن الزيادة اللي موجود في الدم عشان يكون بايل جديد ما انت عملت اقوله بتقوله زود دي السيكريشن فكأنك بتقول المصنع صنع لي بايل زيادة فعشان يصنع البايل زيادة يبتدي يسحب البليروبن اللي في الدم عشان يبتدي كمان يصنع مورا مور بايل فاهمتو ازاي؟ فبالتالي يبقى بالحالة دي وبالتالي يبقى انت كده ساعدت فانت بتقلل الليفلز بتاعت البليروبن اللي موجودة فين في الدم وبالتالي الاعراض دي تبتدي تيحصل لها مانجمنت انما الدم مش تريتمنت للايه للديزيز بشكل كبير فاهمين قصدي؟ الفكرة ممكن يبقى تريتمنت في حالات الجول بلادر ستونز لان زيادة السيكريشن بتاعت البايل بتخلي برضو لو فيه ستونز تبتدي دوب في الجول بلادر انما مش في كل الحالات بيكون تريتمنت في اغلب الحالات بيكون مانجمنت بس للسامتوم اللي هو الجوندس عشان كده قلتلكم بنستخدمه في حالات الايه الجوندس طبعا عندنا بريباريشنز كتيرة جدا في السوق بتشتغل على الحكاية دي والكمبوننت بتاحها بيكون هو السيناري تعالوا بقى نشوف مع بعض كده هو زي بيشتغل في فكرة في حالة الوضع مختلف شوي في حالة الوضع طبعا الجزء الاولاني ده انا قلته انه بيزود السيكريشن بتاع البايل وهو ده غالبا المسؤول عن الكولوراتيك اكتيفتي بتاعتنا او سعب بنوعي كولوجوجيك اكتيفتي الحاجة التانية انه هو بيشتغل بقى حتة وليفر بروتكشن ميلي عن طريق يعني سكافنجر بنوعي ر او اس سكافنجر يعني بمعنى ان طبعا بما ان الليفر ده هو بتاعنا فبالتالي بيعمل لكل مركبات اللي بتخش اي حتى لو ادوية بتخش بيحصلها دي توكسيفيكيشن جوه جوه الليفر معروف ان ده المين المين سايت اللي بنخلص منه من كل التوكسنز اللي موجودة في جسمنا فنتيجة الميتابوليزم ده بينتج ر او اس بينتج ر او اس زي فكرة الار او اس اللي كان لنا عليها في الارتماز اللي هي الاتش تو او تو فالرياكتف او اس بيكون ضرة جدا بتكون هارم فول جدا وبالتالي لازم يحصل عملية سكافنجنج لها عملية معادلة لها بحيث انها ما تعملش دامجنج لليفر سالز تمام ساعات في بعض الاحيان زيادة الليفلز بتاعت الار او اس دي بشكل كبير النتيجة تتعرض لكمية اكبر من التوكسنز او نتيجة اسباب مختلفة بتبتدي الليفر سالز تبتدي مع الوقت يحصل فيها دامج فقديم بالكم فمن ضمن البروتكتف افكس اللي بيعملها السينارين ان هو يعمل ارو اس سكافنجنج يشتغل على فكرة ان هو يعمل اكتر للا ايه لل ارو اس وده ده ممكن يكون احد الميكانيزمز اللي هو بيشتغل بيه تمام هو فيه اكتر من ميكانيزم فيه تجربة هنا اتعاملت ظريفة جدا بتوريتنا ان السينارين له كمان ميكانيزمز تانية حلوة قوي يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي بيعملها لقينا ان فيه مركبات كتير او ادوية كتير احنا بداخدها بتشتغل لما بتروح الليفر بتبدأ تعمل باينينج ما حتى اسمها الجلوتاثيون تمام والجلوتاثيون ده بيقل جدا الليفلز بتاعته بتقل جدا في الليفر وبالتالي ده بيساعد في ان الار اس تزيد فاحنا لاحظنا ايه بقى لاحظنا ان السينارين بيزود الليفلز بعد الجلوتاثيون تاني يعني كأنه بيعادل الليفلز اللي بتعملها التوكسنس فالجلوتاثيون بيبقى موجود بشكل كويس جدا ده يقلل جدا السلدث يقلل الموت بتاع الخلايا بتاعت الايه بتاعت الليفر وبالتالي يحافظ عليه ويبقى بروتكتف افاكت ليه يبقى السينارين عادة بيشتغلي اما انه بيعمل سكافنجينج ليه الار اس نفسها اللي هي اكتف اوكسون سبيشيز اللي بتطلع من نتيجة عملية وبالتالي انا كده بعمل بروتكشن للخلايا بتاعتي الحاجة التانية انه بيزود الليفلس باعت الجلوتاثيون انا كتبها لكو هنا انه بيعمل مانتينج لللفلس باعت الجلوتاثيون اللي هو الژي أس أتش الجلوتاثيون والجلوتاثيون وجوده بشكل كويس جوا الخلية ده برضو بيعمل نوع من انواع البروتكشن للخلية بشكل كبير لانه بيقلل الار اس برضو بيقلل الرياكتف اوكسيشن ايه اسبيشيز فهمنا ازاي شباب طبعا ازاي بقى هو بيزود الليفل او بيمانتين الليفل بتاع الجلوتاثيون لها طريقة بس انا مش عايز ايه اللي حابب يعني يعرفها ممكن بيجيلي المكتب ولا حاجة شروحها انما يعني في الليفل ده انا كل المطلوب منكم تعرفوه انه بيشتغل كبروتكشن عن طريق ياما بيعمل يا اما بيحافظ على الليفلس بتاعت الايه الجلوتاثيون جوه الليفر سأله وبتالي يعمل بروتكشن للخلية بتاعت الليفر المثال التاني اللي احنا اتكلم عليه في موضوع الفينالك بيترز غير السينارين هو السيليمارين تمام وبرضه هتلاقي الافاكس بتاعته شغالة قريبة جدا او فيها تشابه كبير مع السينارين في موضوع برضه الليفر بروتكشن تعالوا نشوف كده برضه بيجي منين السيليمارين بيجي من الفروتس والسيدز بتاعت نبات مهمة قوي اسمه الملك ثاسل بناخد الاكستراكت بتاعه تمام اللي هو سعب بنسميه الاسم العلمي بتاعه سيليم ماريانم تمام تمام الكابلنج هو النبات بيحصل نوع من النوع الاكسيديتف كابلنج ما بين تو كومباونز الكومباوند الاولاني عباره عن فلافونويد اسمه التاكسيفولين تمام اللي قدامنا ده طبعا فلافونويد يعني عنده تلاتة رينجز كده بالشكل ده تمام بتبقى بنزوجاما بايرون هنا كده وهنا بيبقى عندي ايه بنزين رينج تانية موجودة معاه متوصلة عند كاربون تلاتة دي تقريبا فده من نوع تاكسيفولين والحاجة التانية عندي كونفيرايل الالكول كونفيرايل الالكول ده بنوعين هيميلجنين او فينايل بروبانويد تمام والفينايل بروبانويد ده بيكون عباره عن بنزين رينج وتلاتة كاربون ما بروبين يعني تلاتة ايه تلاتة كاربون فيبقى فينايل بروبانويد يعني سي ستة سي تلاتة دي سي ستة هي ودي سي تلاتة هي بنوعين هيميلجنين بنسمين كونفيرايل الالكول هيميلجنين ده الكلاس والاسم بتاع مركب اسمه كونيفيرايل الالكول لانه عنده OH group في side chain بره خلاص فبيجي النبات باختصار الملك ثاسل بيجيب الكونيفيرايل الالكول ده كهيميليجنين ويفعله مع التاكسيفولين اللي هو يعتبر فلافونايد موليكيول ويوم مكون السليمارين زي ما انتوا شايفين بالكابلين كابلين يعني ايه يعني ايه واجب الOH من هنا والOH من هنا راح مطاير ل2H سدول وراح مكون كوفينان بونز في الاماكن دي فبقى عندي هنا O طبعا وهنا O في النص وحصل الجنكشن اللي هو المنزر ده تمام المنزر ده بدأ يتكون هنا كان اصلها فيه 2H فالOH دي راحت وبقى عندي O وO ودخلت في كوفينان بوند مع بقية المركب اللي هو ال ايه الكونيفيرايل الالكول فاهمنا بس كده يعني انت حتى لو جينا هنا مسحناها نقدر ان احنا نتميزها بسهولة قوي ان احنا نبقى عارفين ان الجزء ده هو الكونيفيرايل الالكول الجزء اللي هنا ده تمام ده كده كونيفيرايل الالكول تمام والجزء اللي تحت ده كده كله هو التاكسيفولين خلاص مفهوم يا شباب طيب استخداماته ايه بقى نفس فكرة السيناريين تعالوا نشوف اولا في حالة السيناريين يعني اتركه في السيناريين ممكن نمشي عليه في حالة الهالتي اندي فيديولز هنا بنشتخدمه كمان حتى في بعض احيانا في الهيبوتايتس تمام وخلينا اقول ان كتير من الكلينيكال ترايلز دلوقتي مش بتقول قوي فكرة ان هو بيستخدم في العلاج ولكن هو افالابل ومتاح في السوق في بعض حالات الهيبوتايتس اللي هي الانفلاميشن اوف ديليفر اللي بيأثر على اللييفر برينكيما نلاقي الحالات دي فيها تحسن كبير جدا لما بتمشي على الملك ثسل او على السيناريين خلاص معظم الحاجات اللي موجودة في السوق هي عبارة عن وهو بالمناسبة السيناريين ده ما بيعتبروهوش مركب واحد يعني اللي انا كلمتكو عليه من شوية ده بيسموه السيليبين تمام؟ السيليبين ده ده مركب منهم انما عادة السيليمارين دايما الكلمة دي بتتقال على الاكستراكت الاكستراكت بتعلي ايه بتعلي منك ثسل كله على بعضه بنسميه سيليمارين عشان برضو نبقى يعني دقيقين انما الناس كتيرا بتقوم قيلة ان السيليمارين هو اللي ايه المركب اللي هو ناتج نتيجة الكابلينج ما بين التاكسيفولين وما بين الفينايل بروبانويد اللي موجود عندي اللي هو الكونيفراي الألكول فهمنا ازاي شباب؟ يبقى السيليمارين عادة بتكون هي الملك ثسل اكستراكت كله على بعضه بما فيه من مركبات تانية غير السيليبين اللي هو المركب الاساسي اللي موجود في الاكستراكت خلاص مفهوم يا شباب ده بالنسبة لليه الجزء ده وبرضو الميكانيزموف اكشن بتعتمد برضو شبيهة شوية بالسينارين فكرة الارواس يبقى عنده انتي اكسيدنت افكت كويس جدا وده على فكرة نتيجة وجود الفلافون الفلافونويد عموما بيباليها انتي اكسيدنت افكت تاكسيفولين ده جزء من المركب فبالتالي له انتي اكسيدنت افكت قوي جدا فبيستخدم حلو قوي في فكرة البروتكشن تمام من الارواس حماية وفي نفس الوقت عنده ميكانيزم تانية متعلقة بالدمج ريبير يعني نوه بالدمج اللي قردي حاصل للليفرسلس هو يبتدي ان هو يحاول يعمله ريبيرينج عن طريق انه بيعمل استيميوليشن لتكوين بروتينات جوه الليفرسل وبالتالي الخلية ترجع تانية لحالتها الايه الطبيعية تمام بس انا مش هخش في الميكانيزم الديتيل لميكانيزمه خالص انما مبدئيا بس يتعرفوا المعنوات البسيطة دي عنه كاستخدامات او كليه هو بيشتغل كهيباتو بروتكتف وكمان بيشتغل في بعض حالات الايه الهيباتايتس بشكل حلووي تمام كده احنا خلصنا الفيناليك نانتر بينويد بيترز وكلمنا فيه على السليمرين وعلى السينارين والاتنين تقريبا استخداماتهم في اتجاه الليفر زي ما شرحنا تمام دلوقتي بقى بنتكلم على الكرومونز الكرومونز زي ما شرحنا من شوية وقلنا انها عبارة عن بنزو جاما بايرون جاما بايرون يعني لازم هلاقي البايرون يعني عندي اكسجن في سيكس ميمبر درينج بس يسمعها بايران بايروني بقى لازم يكون في الرينج دي برضو فيه كربونيل وجاما بايروني بقى الكربونيل دي هتكون جاما او بارا للأكسجن فاهمنا؟ فالبنزو جاما بايرون هو اسمه الكرومون طب ايه المثال اللي هنقضه على الكرومونن هنقض بسال حلوe اسمه الخلين تمام؟ مشهور جدا المثال اللي بنتكلم عليه هنا بالنسبة لبيتر برينسبلز هو الخلين بالنسبة للكرومون بيتر برينسبلز يعني هو الخلين واممكن الخلين من المركبات المشهورة او اللي بتطلع من نبات مشهور او اكيد سامعت عنه في الكوهجنز اسمه القامي في زناجا فاميلي أمبليفري بنجيبه من الفروتس بتاعت الأمي فيزناجة دي أو بذر الخلة بنقول عليه بذر الخلة البلدي وده من حاجات المشهورة قوي في مصر من نباتات المشهورة جدا في مصر وهو مركب الحقيقة جميل جدا وطلعنا منه عدد كبير من الأدوية زي ما حنشوف كمان شوية الفروتس دي بتيبقى فيها تقريبا واحد في المية بس منها خلين بس هي تعتبر ميجور بنسبة مسلا للمركبات تانية موجودة ككريستالين كومباونز اللي هم الفيزناجين والخلو والجلايكوسايد نسبهم بتكون أقل بكتير طبعا ما نحفظ الأرقام دي ولكن اللي بعرفين أن الخلين هو واحد من الكمباونز المهمة جدا اللي بتطلع من الفروتس بتاعت الأمي فيزناجة وهو يعتبر كرومون وبالتالي طالما كرومون يبقى زي ما احنا عارفين هيكون أنهي نيوكليس في الستركشور اللي قدامنا هي اللي أنا معلم عنها دلوقتي اللي هي بنزين ده كده كرومون خلاص ليه بنزين بنزو جاما بايرون هذه البنزينة هي وادي البايرونة هو والكربونيل جاما ليها خلاص فبالتالي يبقى بنزو جاما بايرون بس في نفس الوقت هتلاحظوا في وجود رينج تانية كمان في الستركشور الرينج دي 5 ممبرد وفيها أكسجن اللي حتبنوا لها الفيوران أكيد عارفينها فبالتالي يبقى نيوكليس كلها على بعضها لو مساحنا كده هتبقى نيوكليس كلها على بعضها اسمها إيه؟ اسمها فيورانو كرومون نيوكليس كلها على بعضها هيبقى اسمها فيورانو كرومون اللي هي متعلم عليها دلوقتي فيوران هنا كده تمام وهنا دي كلها كرومون فبقت فيورانو كرومون والله حيث كمان وجود ميثاكسي جروبس بتكون دايما موجودة في الستركشور في البنزين رينج نفسها من فوق ومن تحت زي ما نشارفين عندي اتنين ميثاكسي جروبس بيكونوا موجودين خلاص ده تقريبا الستركشور وده مهمة قوي من الستركشور المهمة اللي ممكن جبالا جدا في الامتحان فتو عارفينه كويس يعني ايه بنزو جاما بيرون ويعني ايه فيورانو كرومون فهمنا كده القصة كلها لانه استركشور كلها على بعضه اسمه فيورانو كرومون بس المين نيوكليس اللي موجودة هي الكرومون نفسها اللي هي عبارة عن ايه؟ برضو من الحاجات الظريفة او في الخلين هو التكيميكال تاست بتاعه من الحاجات اللي بتعمل الحاجة اسمها decolorization للبوتاسيوم برمينجانيت solution البوتاسيوم برمينجانيت انتو عارفين من الحاجات اللي بتبقى لونها بيربل فبالتالي لما بتحط له الخلين بيبتدي اللون بتاع البوتاسيوم برمينجانيت يبتدي يتغير ويبقى colorless تمام فدي من الرياكشنز اليونيك اوي للخلين عملية decolorization بتاعت البوتاسيوم ايه برمينجانيت ونفس الكلام برضو مع البوتاسيوم هادوكسايت بالتس بيبتدي يدي روز رد ايه تمام لو جينا بقى نتكلم على الفرماكولوجيجال اكشنز والانديكيشنز بتاعت الخلين هنلاحظ ان الخلين من المركبات اللي عندها اكتر من فرماكولوجيجال افكت وبالتالي بقى عندها اكتر من استخدام ومن خلال الحاجة دي قدرنا نطوره ونعمل سيمي سانتسيز عليه فنطور استخدامات معينة ونشيل الاستخدامات التانية فخلينا نشوف الحاجة دي نفهمها شوية الاكشنز مثلا اول اكشن اللي عندنا مشهور اوي لانخلين هو فكرة انه وبالتالي كلمة دي على طول معناها ان انا قدر استخدامه كانتيسبازموديك على طول وانا مغمط طبعا انتيسبازموديك في مثلا حالات معينة انتيسبازموديك في حالات الاسبازمس حالات التقلصات طيب التقلصات دي ممكن تكون معاوية ممكن تكون انتستاينل وممكن تكون رينل طب هو بيشتغل على انهي اكتر هو بيشتغل على رينالكوليكس رينالكوليكس اللي هي الماغس الكلوي الماغس الكلوي ده ممكن يكون له غالباً بيكون أسبابه هو الستونس الستونس دي ممكن تكون موجودة في الكيدني أو تكون موجودة في اليوريتر الحالب نفسه خلاص زي هنا هنا اليوريتر اهو او في الكيدني زي هنا كده تمام؟ طيب ودي اللي بتعمل الرينالسبازم او الماغس اللي انت بتشوفه او رينالكوليكس اللي بيحس بيه طيب هو بيشتغل ازاي؟ هو بيشتغل عن طريق حاجتين اول حاجة يشتغل على الاسموس ماصر نفسها بتاعت اليوريتر مثلاً فبالتالي يوسع المساحة اللي الستون موجودة فيها فالستون تبتدي تتحرك فتخرج مع اليورين حاجة تانية بيشتغل كمان كدايوراتيك يبقى بيعمل ريلاكسين لليوريتر نفسه كاسموس ماصر ريلاكسنت وفي نفس الوقت بيشتغل كدايوراتيك يعني مدري للبول وبالتالي ده برضه بيساعد في انه يدوي بالستون ويخرجها من الايه؟ من الجسم وبالتالي بتعالج كده او بتقدر ان انت تشتغل على فكرة رينالكوليكس بشكل حلو جداً تمام؟ ويمكن عندنا ده هو مشهور ايفسول مصري اللي هو الكيلاجون موجود منه افرفاسنت جرانيولز موجود منه تابلتس يعني موجود منه افرفاسنت اللي هي الفورات يعني اللي هي الحاجات الساشتس وموجود منه كابسولات يعني موجود منه اكتر من ايه؟ من حاجة وحتى موجود بعض الاحيان بيبقى فيه بعض الحاجات انجاكشنز كمان تمام؟ ولكن اكتر حاجة مشهورة قوي هي الكابسولز والايه؟ والساشتس اللي هي الفورات ده الاكشن الاوليني بس الاسموس ماصر ريلاكسنت افاكت ده انا مش بس ممكن استغله في حتة الكوليكس تعالوا نشوف ممكن استغله في ايه تاني؟ ممكن نستغله في الارتريس لما يبقى عندي مثلا كوروناري بلاد فاسلز يبقى كده هو هيعمل فازو ديلاتيشن للكوروناري بلاد فاسلز وده ممكن ينفعني في ايه؟ ممكن ينفعني في حالات الزفحة الانجاينا بيكتوروس الانجاينا بيكتوروس اللي هي احد اسبابها الرئيسية هي فكرة ان المفيش انسوفيشنت بلاد بيروح للهارت ماصل تمام؟ نتيجة ان الكوروناري ارتريس بقت فيها ناروينج وده غالبا نتيجة مثلا ان فيه نوع من انواع الكلاطس متكونة فالبلاد اللي بيعدي جوه الارتري بيبقى قليل جدا بيروح للدم اللي رايح للهارت فبالتالي الهارت ما بيشتغلش بشكل كويس فتبدأ تحصل الزفحة الصدرية اللي هي الانجاينا بيكتوروس تمام؟ ففي الحالة دي ممكن جدا ان انت لو وسعت الكوروناري بلاد فاسل البلاد فلول اللي ماشي يبقى ازيد فتتالي تعمل مانجمنت للسامتوم بتاعة الانجاينا بيكتوروس بشكل كويس فيبقى كوروناري فازو دايليتر دي حاجة كويسة جدا مش بس كده ده بوتنت وسيلكتف يعني فيه سيلكتف دي كويسة قوي للكوروناري بلاد فاسل تمام؟ الحاجة التانية بيشتغل كبرونكو دايليتر برونك برونكو دايليتر يعني بيعمل نتيجة السموس مسل ريلاكس انت برضو افكت بتاعه فبيشتغل على السموس مسلز مش بس بتاعة اليوريتر لا ده كمان بيشتغل على السموس مسلز بتاعة البرونكوية وبالتالي يعمل برونكو دايليتر فده ينفعنا في حالات البرونكوية الازمة وكان زمان بيستخدم كتير في الحاجة دي للوقتي يمكن الاستخدام ده اقل شوية انما الاستخدامين الرئيسيين فكرة رينا الكوليكس وفكرة الانجاينا وفكرة الانجاينا دي كمان هن هنشوف كمان شوية ان احنا طورناها من خلال سمي سنثاتيك ايه برودوكس زي ما هنشوف كمان شوية خلاص؟ طيب غير الاخشن اللي احنا كلنا تكلمنا عليه من شوية اللي هو فكرة زي ما قلت لكم السموث مصر والكوروناليفازو ديليتور والبرونكو ديليتور افاكس حاجات دي كلها في افاكت تاني مختلف شوية هو فكرة الفوتو كيمو ثرابيوتيك افاكتس فوتو يعني لايت تمام وكيمو ثرابيوتيك يعني استخدام كيميكال تمام بالعلاج الكيميكال هنا هو الخلين ممكن يكون في بعض الاحيان الثانية بيكون حاجة اسمها سورا لنس المهم ان فيه كيميكال بيستخدمه في العلاج وبستخدم مع الكيميكال ده يوفي لايت واليوفي لايت اللي بيستخدمه هنا بيكون ناروباند ناروباند يعني ايه يعني باستخدم رينج صغير خالص من اليوفي راديشن تعالفين اليوفي لايت يبقى له رينج كبير احنا Keller بنكلم على رينج مثلا من 300 إلى 315 نانوميتر مش أكثر من كده فده ناروباند ناروباند يوكفي لايت اللي بيحصل هنا ببساطة جديدة جدا ان انت بتستخدم النوع ده من العلاج الحاكتين مع بعض دول لايت مع مع تريتمينت كيميكا يعني في ان انت تعالج الفيتلايجو الفيتلايجو اللي هو نوع من اللي هو بنقول عليه البهاء ويمكن البهاء من الحاجات اللي في منها أنواع أشهرها هو حاجة اسمها نانسجمانتل فيتلايجو مش هم منعرف الكلام ده يعني نانسجمانتل فيتلايجو ده بيصيب أكثر من 80% يمكن من البيشنس الفكرة بتاعته بسيطة جدا هي فكرة ان بيحصل للسكين في بعض الأماكن عدم تكوين للميلانين الميلانين هو بتاع السكين اللي بيدي اللوم بتاع السكين ففي الأماكن معينة بيحصل طبعا الأسباب مش معروفة يعني غير دوقتي مفيش سبب أكيد إيه اللي بيسبب الفيتلايجو أو البهاء تعرفين طبعا ده أزيز بيصيب كتير جدا من مشاهير زي مايكل جاكسون كده ف ولكن مش معروف إيه السبب بتاعه الفكرة الأساسية بتاعته انه بيحصل لص ما قلت لكم للبيجمينتيشن في أماكن من الاسكن و يرجح ان اكتر سبب ليه هو بيكون أوتو إيميون أوتو إيميون يعني يعني في حالة روماتويد كده بس بدل ما بتهاجم هنا بتهاجم اللي هي اللي بتكون الميلانين خلاص يبقى الميلانوسايتس دي هالخلايا اللي بتكون الميلانين وبالتالي هي بتهاجمها طبعا بتكون موجودة على الإبيدرمز بتاع السكن مجرد انها الميلانوسايتس دي بتتضمر خلاص ما بالتالي ما بتتكونش ميلانين فتبتدي تشوف الوايت باتشز بالشكل ده وتبتدي الوايت باتشز دي تزيد مع الوقت نتيجة ان اليميون سيستم سيلز بتتضمر ميلانوسايتس اكتر فبالتالي تزيد عشان كده الدزيز ملوش علاج ولكن مانجمنت مانجمنت يعني انت بتحاول تكنترول تكنترول الباتشز دي ما تظهرش كتير تحاول تستيميوليت الميلانين مرة تانية بحيث ان يحصل إعادة تلوين يعني للجند او الجلد او الجلد يرجع تاني لللون الطبيعي بتاعه الفكرة هي انه بتستخدم حاجتين زي ما قلت لكم كيميكا ممكن يكون خلين او سورالين واستخدم معاه وعادة بتبقى كورس العلاج بيكون كورس مكسف وطويل يعني مثلا نكلم في الخلين بنديه ثلاث مرات في الاسبوع ونعمل معاه الجلسات لمدة 12 ل18 شهر طويلة تمام عشان تقدر تعمل الترول والمشكلة انه بعد ما بتعمل الترول لكله ممكن يحصل ريلابس تاني وده الاغلب اللي بيحصل بيحصل ريلابس تاني ان ميلانوسائز تبتدي تبقى افكت تاني بإميون سيستم سيلز وبالتالي تبتدي يحصل عملية مرة تانية دي الفكرة ببساطة خالص تعالوا نشوف برضو الميكانزم هو بيشتغل ازاي الميكانزم بتاعه زي ما 15 نانومتر مش اكتر من كده وفي نفس الوقت البيشنت بياخد الخلين العادي تمام عادة بياخد خلين بيدهن خلين على الاماكن اللي هي اللي فيها مشاكل خلاص الخلين من الحاجات اللي بتساعد على انها بتعمل سنستايزيشن يعني يعني بتخلي السكن في الاماكن اللي انا دهنته فيها فلما يدخل على الاماكن اللي هي الوايت باتش دي يبقى السنستيفيتي بتاعته اعلى فيتأثر اكتر باليوفي لايت عن الاماكن اللي حواليه الاماكن التانية فامتوا زي فيبقى انا كده لما دهنت الخلين في الاول انا عملت سنستايزيشن اللي سكن يعني خليته مقارنة بالاماكن التانية اللي حواليه لليوفي رادياشن طب اليوفي رادياشن بقى بيعمل هو اللي بيعمل كل الشغل انا حسب لكم فيديو في السلايد اللي جاية تتفرجوا عليه يعني مجرد انا احب دايما ان يبقى مرضو الساينس شوية يعني 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 فرق كبير بين الاتنين فبصوا على الفيديو ده حلو قوي بنت تشوف منه تفهم منه ايه ليه بحط الميلانوسائز دي موجودة على الإبيدرمز بتاعة الإيه بتاعة الاسكن صح تمام جميل جدا وبيحصل لها دستراكشن عن طريق اليميون سيستم 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 سيستمر فيبدأ تشوف الوايت باجز فاول ميكانزم بتشتغل به ان انت لما بتحط اليو فيلايت انت بتحاول تكسر من خلال بتحاول تدمر الطريقة دي انت قريدي بيكون عندك في الاماكن دي فالطريقة دي بتساعد ان الوايت باتش دي ما تزد لان انت اليميون سيستم سيستم جاي عشان تضمر مور ميلانوس سييت فانت بتقوم موتها فبالتالي انت كده ايه حافظت ان الوايت باتش على الاقل ما تزد ده اول حاجة الطريقة التانية او الحاجة التانية اللي بيشتغل بيها ان احنا عندنا حاجة ضريفة جدا جوا جسمنا حاجة اسمها الهير فاليكلز الهير فاليكلز دي البيز بتاعتها فيها مكان اسمه النيتش النيتش ده بيكون مخزن حلو قوي للميلانوس سييت 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 يعني ميلانوس سييت 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 بالتاني لما بتعرض الجسم للميلانوس في الاماكن دي بيبتدي يحصل برضه للميلاكن بتاعت النيتش دي الاماكن اللي فيها الميلانوس سييت وتبتدي الميلانوس سييت تتحرك من المخزن ده بتاع الفوليكل كأنك بتستدعيها يعني كانت بتقولها تعالي فمن الهير فوليكل وتروح على الابيديوروس فوق وخلال الميجريشن اللي بيحصل ده خلال الحركة بتاعتها بيبتدي يحصل لها متيوريشن بتبدأ تنضج وتبقى ميلانوس كاملة على الابيديوروس فوق وتعمل مرة تانية وبالتالي بقى أنت بالميكانزم دي قدر تتكون ميلانين وتعمل تاني للقلر بتاعك فالقلر بتاع الاسكين يرجع تاني زي ما كان فدي الطريقة التانية اللي هو بيشتغل بيها هتشوف الطرق اللي أنا شرحتها دي بقى بعينك في الفيديو فهتفهم ها أكتر بس أنا قلت أحبت أشرحها لأول عشان لما تشوف في الفيديو تبقى فاهم هو بيعمل ايه خلاص تمام وده بيفصر لك جملتين اللي أنا كتب هم لك هنا والمشكلة الأساسية في النوعيات كلها من العلاج هي فكرة الرلابس أول ما بوقف في السيكل بيبتدي مع الوقت يحصل رلابس تاني للأسف وبتالي يبدأ البيشنت يلازم يخش في السيكل تانية من التريكم وهكذا فهمنا ده بالنسبة للجوز ده فهمنا كده دور الخلين أو دور الكيميكال عادة إن الكيميكال بيعمل من المشكلة للأسف والأسف يجعله نظر شكرا للأسف البيشنت للأسف التي أريدها فهمنا فيتلعيو هو مجموحة من المشكلة دي من المشكلة هذا يعني أن المشكل تتفر المشكلة أو ميلادي يسمي ملانين فيتلعيو يبدأ من سيئة أمير من أسفاقات الخلية مجموحة المشكلة التي تتلقى وتتلقى مموحة في الحال These patches, also known as vitiliginous lesions, appear because the skin cells responsible for producing the pigment, called melanocytes, progressively lose their function or are destroyed. Melanocytes are found in the top layer of our skin, the epidermis, and hair follicles, in the deeper layers of the skin. The most common subtype of vitiligo, non-segmental vitiligo, occurs in 85-90% of cases. While the exact cause of non-segmental vitiligo is unknown, it is believed to have an autoimmune component. This means that the body's own immune system attacks and destroys the melanocytes, causing the loss of pigment and leading to white patches seen in the disease. There is no known cure for non-segmental vitiligo, however several treatments have been shown to reduce the spread of the lesions and to initiate repigmentation of the skin. Narrowband UVB phototherapy is a medical procedure which involves exposing vitiligo lesions to fluorescent lamps which emit ultraviolet light of a very specific range of wavelengths, between 310 and 315 nanometers. Narrowband UVB therapy stops the progression of vitiligo by suppressing the immune system in the region to which it is applied, remembering that it is the immune system which destroys the pigment producing melanocytes. Narrowband UVB stabilises the abnormal immune response by causing the death of the cells involved in the immune response by triggering the release of chemicals which suppress the immune system and impair its functioning. Importantly, narrowband UVB therapy also assists in restoring pigment to the vitiligo lesions. In order for repigmentation to occur, functioning melanocytes must be present in the lesion or skin. Narrowband UVB therapy can stimulate functional melanocytes found in the hair follicles. The hair follicles possess a special area, known as the niche, where the melanocyte stem cells, or immature melanocytes, are located and maintained in a specific environment. These cells can be preserved from the factors that destroy skin melanocytes in vitiligo, such as the immune system. When stimulated by narrowband UVB, the stem cells in the hair follicle mature to melanoblasts, which activate, proliferate, and migrate from the hair follicle to the epidermis, becoming melanocytes, fully mature, pigment-producing cells. Narrowband UVB therapy also stimulates viable melanocytes within the depigmented area, which may have survived the attack of the immune system. Furthermore, narrowband UVB stimulates functioning melanocytes at the edges of the lesions, peripherally, to migrate into the affected area and aid in repigmentation. The degree and repigmentation achieved can depend on the type of vitiligo, the area of the body affected, and the duration of the disease. Nevertheless, narrowband UVB is a potent melanocyte stimulant and currently seen as the phototherapy of choice for vitiligo. The slide is only in the way to show you the effects of the whole body. The slide is only in the way to show you the effects of the whole body. It will be easy to show you in the way to show you the pharmacological actions. And in the way, every action of these are going to be used to use. Do we understand? As you can see, if you have seen this. For example, if we were to see the smooth muscle relaxants, we would use the essence of antispasmodic agent in the brain. In the way, if you have seen it, you can see it. After that. We also said that the selection of coronary vasodilator is working with you in the engine very well. Okay? With the lack of blood supply that we said about it. Okay? Whether it's obstruction or spasmo or spasmo happens in coronary arthritis or other things. The bronchodilator is working with you in the bronchodilator. But I don't know what to do here. Because we said that we use it in the bronchodilator. With the effect, you can understand the effect. So, it's not easy to use it. But if you look at it, the same thing is synthetic in the bronchodilator. It works very nice in the bronchodilator. With this effect. You understand? The third thing is photo-chamilator. The effect. And this will help very well in management. And that this thing will end with UV light. So, it will also be used to use UV light to use it. To use it as a photo-chamilator. So, there is only a thing we just said about it. اللي فاتت. تعالوا قد نشوف موضوع السيمي ثانتسز. ان فكرة ان الخلين ده قدرنا كمان من خلال دراسة الاس اي ار بتاعته نوصل منه لنتاج مبهرة في حتة الدروجز اللي هي السيمي ثانتاتيك دريفاتيفز منه. اول سؤال ازا بنسأله في الحتة ده شبابه هو احنا دي نعمل اصلا اس اي ار في حالة الخلين. فحالة الارتميزن المسلا ونطلقوا فكرة ان احنا بنضيفرسيفاي ونخلي تبقى متنوعة عندي والكلام ده وحتة الهوف لايف برطو ان انا بزودها شوية. انما في حالة بتاعت الخلين هنا احنا بنشتغل الاس اي ار ميلي عشان حاكتين. اولا عشان ازود البوتنسي بتاعت المركب في اتجاه معين انا عايزه. كورونا ريفازو دايليتور مثلا او برونكو دايليتور مثلا فاهمين قصدي. والحاجة التانية ان انا قل للسايل افكس اللي لاحظناها من استخدام الخلين. بالذات لو هستخدمه الفترات طويلة زي في حالة او زي في حالة الكورونا ريفازو دايليتيشن ما دي حتاجة تستخدمه فترة. فبالتالي ممكن يظهر بعض السايد افكس. زي ايه? زي الدوار زي بعض الاكيوت ليفر فيلير. اللي هو بيبقى اكيوت يعني مرتبط شوية باستخدام اللي خلين وانس ان الخلين خلص استخدامه بيرجع تاني ليفر لحالته الطبيعية. ويمكن ده دايما بتشوفه من خلال جوندس مسلا بمعيها يعني بترجع تاني لحالة طبيعية اول ما الليفر يرجع يشتغل بشكل كويس. او انتو عارفين بيبقى جوها الانزايم التي بتعمل الميتابوليز. بس لما بيحصل فيها بيحصل فيها في البرد. فتلاقي البرد من نسبة الانزايم فيه مشكلة. فلاحظنا ان الخلين بيعمل نوع من انواع الاكيوت ليفر فيلير شوية بس بيرجع ليفر لحالته الطبيعية بعد ايه? بعد استخدامه. طبعا ده بنتكلم على استخدام الفترات طويلة. تمام? شو بنتكلم على استخدامات صغيرة كرينالكوليكس او كده. تفاهمين قصدي? عشان كده استخدام الخلين دلوقتي بقى مقتصر في السوق انترنالي على فكرة رينالكوليكس. سواء الكيدني ستونز او اليوريتر ستونز او ده. لان استخدامات تبقاش لفترات طويلة. دي ما بتلحقش انها تظهر بشكل كبير. انما بقى لو هتفكر ان انت تستخدمه في ديزيز كرونيك. زي زي ما قطرت لكم فكرة الانجاينا او فكرة البرونكايل ازمة او الكلام ده. لا في الحالة دي محتاج تعمل تعديلات. هو ده الاس اي اوار اللي احنا بنتكلم عليه عشان تقلل السايد افكس. تلديوص السايد افكس بتاعته. تمام? طيب وفي نفس الوقت برضو تزود البوتنسي في الاتجاه اللي انت عايزه. تعالوا نشوف. لاحظنا حاجة جميلة جدا من دراسة الاس اي اوار بتاعت الخليين. كانت حاجة هيلة. ايه الحاجة الهيلة دي? قالك ان انت عندك النيوكليس الاساسية بتاعتك اللي هي الكرومون. خلاص? الكرومون دي اللي هي البنزين والجاما بايرون. خلاص? الكرومون دي هي المسؤولة عن البرونكو دايلاتيشن افكت اللي احنا بنشوفه. السترونج برونكو دايلاتيشن افكت. خلاص? ولقينا ان البنزوفيوران اللي هي البنزين مع الفيوران. النيوكليس دي كده على بعضها اسمها بنزوفيوران. فالبنزوفيوران دي على بعضها كده هي المسؤولة عن الكورونا ريفازو دايلاتيشن افكت. وبالتالي انا اقدر استغل الحكاية دي في الشغل التاعي. ان انا بدل ما بيعندي الخلين وعنده مفيش سيليكتيفتي بروفايل واضحة وعندي عالية شوية في الاتجاهات دي. انا ممكن استخدم البنزوفيوران لوحدها كنيوكليس وحضر منها دراج جديد استخدمه ككورونا ريفازو دايلاتر. خلاص? وفي نفس الوقت استخدم الكرومون نيوكليس لوحدها من غير الفيوران واستخدمها في تحضير مركب جديد استخدمه في البرونكوية الازمة. صح كده؟ يبقى انا كده ايه؟ مساكت العصائم النص واستخدمت نخلين كبداية او كستارتينج ماتيريا اللي قدرت من خلالها اعرف ان انا محتاج الكرومون في البرونكو دايلاتر ومحتاج البنزوفيوران في الكورونا ريفازو ايه؟ دايلاتيشن. تفهمنا ازاي شباب؟ تعالوا بقى نشوف وصلنا لايه؟ فبالتالي شباب النتائج المبهرة اللي وصلنا لها من خلال الاس اي ار دي قدرنا بقى نستغلها نطبقها بقى في الحقيقة. فاول استغلالها عملناه ان احنا رحنا جايبين الكرومون نيوكليس اللي احنا عارفنا اللي هي البنزوجاما بايرون بتاعت الخلين وروحنا مستخدمينها في تحضير دواء جديد اسمه الكرومولين سوديم دا يعتبر سيمي ثنتاتيك او سنتاتيك دريفاتيف جاي من الخلين اللي هو السوديم كروموجلايكيت مشهور جدا في السوق كانهيلر واحد من من الفيميس اه انهيلرز اللي بتستخدم في موضوع في الاسماتيك بيشنس اللي هما بيقومين لي مش الازمة بتاعتهم مش سببها اه يعني برونكو كونستريكشن قد ما هي سببها اه فكرة الحساسية الالرجي اللي هي بنقول عليها ساعات انتجين انديوزد برونكو سبازمز تمام حتى بتلاقيها دايما موسمية وبتبقى موجودة مثلا في السبرينج ووقت البولينيشن البولين جرينز والكلام بتلاقي دايما بيشتكي انهم عندهم بيبقوا ازماتيك فبالتالي بيفضل جدا انهم بيستخدموا الكرومولين سوديم ده كنوع من انواع البروفيلاكتيك تريتمينت يعني هم بياخدوه عشان يحصل بروفيلاكسز يعني يحصل وقاية من موضوع البرونكوية الازمة في الحالة دي فهمتوا زي اه هنا لاحظنا حق غريبة جدا ان النيوكليس اللي موجودة عندي هي عبارة عن الكرومون زي ما انتم شايفين وبتبقى متكررة يعني بنتستخدمها بنتستخدم منها بنعمل لينكينج للتو كمباونز دول مع بعض او تون يوكليس دول مع بعض بدايوكسي الكايل لينكر زي ما انتم شايفين كده فمش ببقاش عندي بقى كرومون واحدة لا ده بقى عندي اتنين كرومون وعملت لينكر موجود ما بينهم فبق عندي مركب كبير جديد خالص مختلف تماما عن الخلين الميزة الاساسية فيه هو فكرة البرونكو دايليتر افكت نتيجة وجود الكرومون بس الميكانزم بتاع الكرومولين سوديم في البرونكو دايليتشن مختلف عن الخلين الخلين كانت ميلي نتيجة انه بيعمل سموس مصر ريلاكسنت افكت هنا انا مش هقوش في تفاصيل الميكانزم ولكن هو بيشتغل انه هو يمنع الانتجن انديوزد برونكو سبازم يمنع الاريتيشن اللي بيعمله الانتجن سواء بولين جرينز سواء ايوة تراب دست وطيفر الحاجة الانتجن بيعملها الانتجن اللي موجود يعني اللي استنشقوا البيشن المهم ان الانتجن ده بيعملア نوع الانوع البرونكو سبازم هو بيمنع الفكرة دي بيمنع الاريتشن ده ويخلي البرونكو المصدز دايما حصل فيها بالتالي ما بيبقاش فيه برونكو دايلاتيشن فالميكانزم مختلف ميكانزم مختلف عشان كده هو بيشتغل على حاجة معينة اللي هي الانتجن انديوزد برونكو سبازم مش على اي برونكو سبازم بتحصل فاهمين قضي مش على اي نوع من أنواع الأزمة لازم تكون Antigen A induced بشكل كبير ده أول مثال تعالوا نشوف المثال الثاني المثال الثاني اللي هو فكرة استغلال البنزوفيورانيوكليس البنزوفيورانيوكليس بتاعت الخلين بس المرة دي ككورونا ريفازو ديليتر فروحنا مطلعين مركب جميل جدا دراج برضو سنستيك اسمه الأميدارون تمام الأميدارون عنده كورونا ريفازو ديليتر إفكس قوية جدا فبالتالي زي البوتنسي هناك في حالة البرونكو ديليتر هنا بعندي بوتنسي حلوة قوي بس في حالة ايه يبقى بزود بوتنسي بزود سيلكتيفتي بقلل سايد إفكس هو ده فكرة الاس اي ار من ضمن الحاجات طبعا طالما يبقى استخدمه في المانيجمنت على الأنجاينا بشكل كبير عشان يزود البلاد في الول اللي ماشي في الكورونا ريفازو ديليتر الحاجة التانية كمان اللي لقينا انه حلوة قوي في عملية البروفيلاكتك كنترول بتاع بعض أنواع الأريثمية أريثمية يعني التردق قطر قلبة عندنا أنواع منها كتير هو بيشتغل حلوة قوي على نوع اسمه الفنتريكلر والسوبرافنتريكلر تمام يبقى بروفيلاكتك برضو لان طبعا الأريثمية مش بنعالجها الأريثمية بنعملها بروفيلاكسة مش عايزين أصلا أن البيشنط يبقى عنده الاريجلر هارتبيت فبياخد دواء عشان ما يحصلوش الأريثمية ففي الحالة دي بنعمل بروفيلاكتك برضو كنترول الأنواع دي من الاريثمية باستخدام الأميدارون اللي هو في الأساس الفكرة بتاعته جات من دراسة بتاعتمين بتاعت الخلين آخر مجموعة أنا حابب أكلمكم عليها بنسبة للننتربينويد بيترز احنا اتكلمنا كده على الفينوليكس أخدنا فيها السينارين والسيليمارين واتكلمنا على كرومونز أخدنا فيها الخلين دلوقتي نتكلم على آخر مجموعة اللي هي الكومارينزو دي هنتكلم فيها على السورلينز على مجموعة مشهورة قوي اللي هي السورلينز يمكن تكونوا سمعتوا عنها مع دكورة هالة مش متأكد قوي ولكن خلينا نتكلم على السورلينز بشكل مختصر جدا في آخر المحاطر طبعا الكومارينز زي ما احنا شرحنا قبل كده هي عبارة عن البنزو ألفا بايرون زي ما انت شايفين كده تمام بس تعالوا نشوف بقى السورلينز اللي بيزيد فيها زيادة عن البنزو ألفا بايرون طبعا السورلينز هي فيورانو كومارين فبالتالي كده خلاص بقت واضحة نفس فكرة الخلين بالضبط انت في الخلين كان عندك فيورانو كرومون فكان الكرومون اللي هي البنزو جاما بايرون وبتحط الفيوران الفيوران اللي هي الفايف بيمبر درينج هنا نفس الكلام هنا بيكون عندك الكومارين اللي هي البنزو ألفا بايرون وشرحناها تمام ال-O والدبل بوند-O وهتحط الفيوران برضو معاها بالشكل ده فحيبع عندك السورلينز ساعات بيحصل بقى للنبات زي ما حنشوف كمان شوية بيعمل في الاماكن دي تمام في ال-Position ده و ال-Position ده ال-Position ده اسمه و ال-Position ده اللي هو 8 لان احنا بيطيدي رقم من هنا فواحد اتنين تلاتة اربعة و بعدين خمسة ستة سبعة تمانية خلاص الفيوران بتترقم الواحدة وبالتالي يبقى كده الرقم خمسة ده ممكن يبقى فيه ورقم تمانية ده سعب يبقى فيه لانما لو هنا اتش وهنا اتش زي الحالة اللي قدامنا دي ده بقى اسمه سورالين سورالين يعني فيوران و ايه كومارين خلاص فهمناها ده الفكرة البساطة شديدة جدا وبالتالي هو عبارة عن كوندنسيشن لينير كوندنسيشن ما بين الكومارين نيوكليس اللي هي الجزء ده جده وبين الفيوران نيوكليس اللي هو الجزء ده خلاص او الفيوران ريج وعادة النباتات بتكون النوع ده من المركبات كحاجة اسمها فيتواليكزنس يعني ايه فيتواليكزنس يعني مركبات دفاعية بتدافع بيها عن نفسها لما بيحصل انفكشن بفانجوي مثلا فبالتالي كأنها انتي بيوتكس بتاعتها يعني كأنها خلينا نقول مجازا كده ناتشورل انتي بيوتكس مثلا او ناتشورل انتي بيوتكس فهمتوا المركبات بيتكونها اندوجينس للبلانت ان ريسبونس للسترس اللي هي تعرضتله اللي هو عبارة عن الفانجوي طب ايه اشهر سورس للفيورانوكمارينز او السورلينز خلينا نقول الاميميجس يعني بقى الاميفيزناجة كان بيطلع منها الخلين الفروتس بتاعت الاميميجس بيطلع منها اكتر السورلينز تمام ويمكن اشهر واحد زي ما قلتلكم هو الانسبستيتيوتد اللي هو معلوش اتشس غالص ده اللي تسمت علي الكلاس سمينا سورلينز سورلينز لان هي مجموعة من المركبات البيز بتاحها والاساس بتاحها هو السورلينز اللي هو عنده اتش هنا و اتش هنا سعب بيحصليه ساعات اني بدل الاتش دي تبقى ميثوكسي فيبقى كده فايف ميثوكسي فسميه ساعات فايف ميثوكسي سورلين واخدين بالكم اللي هو البرجابتل تمام ده عبارة عن فايف ميثوكسي سورلين ساعات يبقى الاتش دي بقى دي اتش عادي ويبقى الاتش اللي تحت دي هي اللي حصلها ريبليسمينت بميثوكسي فبقى عندي كده 8-ميثاكسي سورالين سعب بنقول عليه 8-MOP 8-ميثاكسي سورالين ال-P اللي هي للسورالين وده سعب برضو بنسميه زانثو تاكسين دي أسمي كلها النفس المركب زانثو تاكسين 8-ميثاكسي سورالين أو اللي هو بيبقى عنده الميثاكسي جروب في ال-R1 أو في ال-8-position خلاص مفهوم أو ال-8-MOP تمام زي ما احنا قلناه الحاجة الأخيرة الإمبراطورين ده مش مهم قوي نعرفه برضو ال-R1 بتاعته بتبقى فيها تشين طويلة قوي كده أنا اللي عايزك تعرفهم إن السورالين هو ال-Unsubstituted لو حطينا ميثاكسي جروب في ال-5-position بقى اسمه بيرجابتن اللي هو ال-5-ميثاكسي سورالين سعب رعيه 5-MOP تمام لو حطينا ميثاكسي في ال-8-position بقى عندي حاجة اسمها 8-ميثاكسي سورالين اللي هو الزانثو تاكسين أو ال-8-MOP ويمكن ده أشهرهم دلوقتي في الاستخدامات في السوق أكتر حاجة بتستخدم ال-8-MOP أو الزانثو تاكسين تمام طبعا أول واحد طلعناه من المجموعة دي كان ال-برجابتن اللي هو ال-5-ميثاكسي وده طلعناه من الأويل بتاع البرجامت تمام ويمكن ده يمكن تكون دكتور هلا كلمتكو عليه لأنه طلع أصلا من الفلاطايل أويل بتاع البرجامت أو ال-citrus بيرجاميا روتيسي طبعا ما نعرفش الكلام ده مش مهم المهم بس تبقى عارفين نواة كم من ال-components اللي بتطلع من الاويل بتاع ال-برجامت وبعد كده اكتشفنا بقية المجموعة كلها خلاص يمكن من ضمن الاستخدامات الطبية كويسة جدا لل-SURELIN زي ما طلقوا من نتيجة استغلالها واستغلاله في حتة الفوتو جيمو ثرابيوتك إفاكس دي مش بس في حتة الفيتلايجو زي ما حنشوف كمان شوية في المعزايا الخليم بالزبط إنما كمان في حتة بعض ال-SKIN-DISORDERS الليه زي السوريازز والإكزيمة دول من ال-DISASES المشهورة جدا في ال-SKIN اللي غالبا بيكون برضو سببهم Autoimmune disease بيكون سببهم ال-Immune system cells بيبتدي يدي signals لل-SKIN to proliferate يعني إنه هو يعمل proliferation كتير جدا بنوعي Hyper-Proliferation وبالتالي بينتج عن الحكاية دي إنه يبقى ال-SKIN في أماكن معينة بيبقى thick شوية يبتدي يشوف فيه redness بالشكل ده يبقى فيه irritation في المكان النتيجة ال-Hyper-Proliferation ده بيبدأ يحصل أو تكوين flex أو منوعيها Flaky Scales اللي هي دي الإشرة تمام؟ لونها كده بيبقى white أو silvery white مميزة جدا للإكزيمة أو للسوريازز اللي هو الصدفية تمام؟ بس يعني فطبعا ده من ال-DISAS برضو المانجمينت صعب جدا بتكون chronic يعني والنتيجة زي ما قلت لكم بتاعت من ضمن الحاجات اللي بناستخدمها في الحكاية ده أو في الاتجاه ده هو ال-Athmythoxysuralin أو Xanthotoxin هنا دي بعض الأمسئة أشكال الأدوية المختلفة اللي موجودة في الاتجاه ده بعضها بتكون tablets بعضها بتكون lotions بعضها بتكون solutions تتحط على الجلد حسب ال-A-application وحسب الطريقة اللي انت عايز تستخدمه بيها خلاص؟ بعضها بتكون capsules زي هنا كده ففيه أكتر من شكل المستحضر لموضوع ال-Athmythoxysuralin آخر حاجة زي ما قلت لكم الاستخدام بتاعه في الفيتيلايجو وعلى فكرة استخدامه في الفيتيلايجو هو هو تقريبا كإني بتكلم عن الخلين بزبط هو الفكرة بس أن أنا بدلا ما أستخدم خلين هستخدمه هو وبرضه هستخدمه مع ال-Naroband UV light اللي هو بنوع UVB بالمناسبة Naroband UV light أو UVB irradiation برضه نفس الحكاية بتدي لأول السورالين وبعدين تدي بعد كده ال-UV light أو تعمل الجلسة بتاعت ال-UV radiation بتاعتك يفضل هنا دايما أن ال-Treatment نفسه بالسورالين يتعطى 75 دقيقة قبل الجلسة بتاعت ال-UVB radiation عادة المفروض أن احنا بنتدي جرعة 30 ميلي جرام التابلتس اللي بتكون متاحة بتكون عشرة فبالتالي مفروض ياخد 3 أقراص تمام؟ أو 3-A تابلتس تمام؟ ده تقريباً الكورس يعني اللي بيضعطها يبقى Oral Suralين مع UVB radiation في بعض الأحيان بعض ال-Approaches تانية بتقول لك لا ما تستخدمش Oral ممكن تستخدم كمان Topical زي ما قلت في الخلين ممكن تستخدم Topical برضه نفس الفكرة وبيدي نفس الإفكت تقريباً خلاص يبقى دولتوا Approaches مختلفين ولكن الناس دايماً بتقول لك أن Oral بيبقى خليه في الحال الكيسز الصعبة شوي إنما لو ال-Patches بتاعت ال-Skin محدودة ال-Patches في الحالة دي ممكن تدي Topical فهي حسب وبيحسب لك ال-Diameter بتاعها يعني بيشوف ال-Diameter بتاع ال-Patch نفسه وليها guideline كده معينة بس مش عايزة أخشها في تفاصيلها قوي فلو ال-Patches Controlled يقول لك استخدم Topical سورة لن الأول وبعدين ادي الجلسة بتاعت ال-UV Radiation بتاعتك إنما لو ال-Patches مش Controlled ففي الحالة دي يقول لك استخدم بقى Oral ودي الجلسة بعدها ده باختصار يعني الحاجة اللي بعد كده اللي هي زي مطلت لكو الطريقة أو الميكانيزم اللي هو بيشتغل بيها وده نفس الفكرة اللي أنا شرحتها من شوية في الخلين فأنا مش هطول أنا كتبها لكو هنا تاني بس إنما هي هي نفس اللي أنا شرحتها قبل كده هي Topical Mechanism ال-Exact Mechanism طبعا مش معروفة بالزبط ولكن كل الكلام اللي بيتقال إن بالذات الأورال سورالينز بيحصلها Accumulation أو بيحصلها تجمع جوة Epidermal cells بتاعت ال-Skin تمام؟ أكتر من أي خلاية تانية برضو الميكانيزم إيه؟ محدش عارف قوي وطبعا الطريقة دي بتعمل Synthetization طبعا لل-Skin بشكل كبير عشان لما تيجي ال-UV Radiation تتعرض للأماكن دي يبقى More Sensitive أكتر ويشتغل ويعمل Stimulation in Melanine Production خلاص؟ ونفس الميكانيزم اللي تقلت في الفيديو على ال-UV Light هو اللي هتشتغل بقى هنا بنفس الطريقة حتة Stimulation in Melanine Production حتة الشغل على ال-Nitch وتحويل ال-Milanocytes stem cells هو هو نفس الميكانيزم إيه؟ بالزبط تمام؟ نفس الكلام هنا حتة ال-Nitch دي الحتة اللي كتبتها لكم هناك في الفيديو بتاعت ال-Nitch برضو إن هو زي ما قلت لكم الميكانيزم اللي موجودة في ال-Hare Follicles بتبقى Stimulated وتبدأ تتحرك من الفوليكل وتروح فوق خالص على ال-Epidermal cells وتبتدي إنها تبقى هي دي تتاك أوفر الميكانيزم اللي وردي حصل لها damage تشتغل هي مكانها وتعمل production للملانين فهو أنا ما شرحت الشتو سلايدز دول لأنها زي ما قلت لكم تشرحوا بالتفصيل في جزء الخلين فبالتالي العملية مش هتبقى صعبة يعني خالص هو هو نفس الميكانيزم بالزبط أنا هنا بس هعمل طريقة مختلفة في ال-Representation شوية صورة بدل الفيديو إنما هي هي نفس الحكاية بالزبط فحتى أنا كاتب لكم هنا أن دي second possible mechanism similar بالزبط اللي كان بيحصل في حالة الإيه انخلين الميكانيزم اللي كانت في ال-Slide اللي فادت اللي هو فكرة إنه بيقولك إن نخلي بيلك إنه ممكن في الجزء اللي حوالين ال-White patch ده نفسه يمكن حيث دي أنا ما كنتش وضحتها قوي حوالين ال-White patch نفسها بيبقى فيه ميلانوسايتس لسه active لسه شغالة فلما يخدش ال-UV-Light ممكن يعمل استيميوليشا للميلانوسايتس دي فتبتدي يتطلع ميلانين والميلانين ده يبتدي يتحرك ويعوض الأماكن اللي فيها-White patches فكأننا إيه الميلانوسايتس اللي جنب المكان اللي فيه ال-White patch هي اللي اشتغلت وكونت ميلانين في الأماكن دي بقضه فدي برضو من ضمن الميكانيزمز اللي بتبقى موجودة في الاتجاه ده طبعا ال-Contra Indications بتاعت السورولينز بتبقى ميلي في حالة ال-Blood Pressure العالي وفي بعض الناس اللي بيعندها مشاكل في الليفر بتبقى يفضل جدا ما تاخدش غالص سورولينز لأنه بيأثر طبعا على الليفر وعلى الليفر إنزايمز وبرضو من ضمن الحاجات اللي هو-Fototoxic فبرضو بيأثر جدا على ال-Skin هتلاقي من ضمن الأعراض الجانبية بتاعته برضو فكرة ال-Burning اللي بيحصل في ال-Skin أو الحرق اللي بيحصل في ال-Skin فمن خاف جدا من ال-Reparable Damage of the Skin برضو ده تمام؟ مع الوقت نتيجة الاستخدام للفترات طويلة وال-Eyes برضو طبعا كده كده طبعا UV Radiation يبقى لازم نحمي ال-Eyes من الإيه؟ من ال-Radiation بس يعني من ضمن برضو فكرة النوزيا، الهدك، الدزينس، الدوار بعض ال-Skin burning زي ما شرحت كان في الأول كنا بنستخدم UV Radiation الرينج بتاعه أوسع شوية اسمه UVA Light و-UVA Light ده للأسف في الدراسات كلها كالنيكال ترايلز قالت إن فيه ربط جامد جدا بين كتر التعرض لل-UVA Light ده وما بين نوع من أنواع ال-Skin Cancer زي اسمه Squamous Cell Carcinoma كل ما بتزود الجرعات بتاعت ال-P-UVA Treatment اللي هو UVA Light التعرض دي كل ما فرصة الإنسدنس بتاعة ال-Skin Cancer بتزيد فعشان كده عملوا shifting واستخدموا narrower band من UV Light اللي هو UVB زي ما قلت لكم اللي هو من 300 إلى 315 فبالتالي كده قللت فكرة الإنسدنس of Squamous Cell Carcinoma بشكل إيه؟ بشكل كبير ده كده تقريباً الشغل بتاع السورالينز غطناها وبقى كده الحمد لله احنا خلصنا المحاضرة بتاعتنا على خير ترجمة نانسي قنقzia اشتركوا في القناة